ها 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 هو كل حاجة ما بتخدش عادي الرموشي مش رموشي ماشي اللي مش عارف الحواجب مش حواجبيه تمام الشعر مش شعري اوكي شلال بتاع دي اللي هي طبعا دي وحشة جدا في طب الأسنان اللي بتغطي يعني بيستخدمها دولتها limited قوي يعني مناسبة مش عارف ايه قال لها دي أسناني اغمع عليها وعلى فكرة دي القاعدة الأساسية اللي عايزكم تعرفها الانسان يتقبل اي شيء في شارك حياته او في الانسانة اللي معجب بيها الا ان سنانها تكون وحشة سنانها وحشة كنتم معها الباقي كله أزواء فيه ناس تحب الطويلة فيه ناس تحب القصيرة فيه ناس تحب السمرة فيه ناس تحب البيضة فيه ناس تحب الشعر الطويل فيه ناس تحب الشعر القصير فيه ناس ما تفرقش معه الشعر خالص كل وارد فيه ناس بتحب البنت اللي هي اللي أنها خضرة فيه ناس تحب البنت اللي أنها السودة لكن مفيش حد بيحب سنانه وحشة لا بنت ولا رجل كلام ده حطوه في دماغه كويس قوي ولذلك اللي عايش عنده سنة مفقودة وعمل يصير فلوسه يمين وشمال بقوله بليز أعمل سنانك وخصوصاً إن دلوقتي فيه حاجة بقى لازم أقولها لكم سنة 1952 فيه تسمية قالت اسمها الاندماج العظمي على الظاهرة اتواجدت عشان توصف ارتباط التايتينيوم بالعظم المفهوم بتاع الاندماج العظمي اتطبع في طب الأسنان سنة 1960 وطبعاً واحد اسمه برون مارك هو اللي بدأ يشتغل الشغل ده وبرون مارك ده بروفيسور في جامعة غودنبرج قام بوضع غرسات الأسنان لأول مريضة بشرية اسمها غستا لارسون ده بناء على فهمه إن فيه حاجة مهمة جداً اسمها لاندماج العظمي ما بين العظم وبين الغرسة النهاردة هنتكلم على الغرسات الجديدة والأنواع الجديدة والتايتينيوم وفيلم كبير قوي وليلة يا باشا النهاردة في الحوار لأ وبعدين فيه حاجة تانية كنا بنخاف من الزرعة لزرعة تضرب عصب لزرعة توصل جيب أم فيه طلع فيه دلوقتي تقنية حديثة جداً تخلينا وبمتأكد أثناء الزرعة إن أنا بعيدة على العصب وبعيدة عن الجيب الأنفي وما فيش احتمالات إن أنا غلط يعني التقنية اللي هنتكلم عليها دي تقنية تحميني أثناء الزراعة نفسها مش تحميني قبلها وأنا في الزراعة معتمدة على خبرات أو رؤية قبلها قصة برضو موال جامد قوي النهاردة القصص والبواويل كثيرة مع ضيفي العزيز الذي سيبدأ في حواره الغير تقليدي والممتع دائماً أسوة دكتور شادي علي حسين كل الطب ببني على أداك نوز التشخيص إهمال الأسنان كاريس يا دكتور عيمان وتشخيص الأسنان حاجة في غاية الأهمية ربنا خلق لي مقاييس قياسية لأسنان حشوة التجميلية يعني إيه؟ يعني إيه كلمة حشوة تجميلية؟ طالما لسه ما وصلش للعصب يبينسميه العلاج التحفظ دايماً الناس بتهمل الأسنان في المرحلة دي عالم طب أسنان الأطفال بقى عالم مهم كده شهرة القشرة التجميلية في الغرب أكتر كتير جداً من الموجودة في مصر تحضير القشرة التجميلية هو أصعب تحضير في تركيبات الأسنان مفيش حاجة اسمها قشرة من دار تحضير في أربع الساعة عا بتخلص الزلح أنا يا دكتور هخش لك العيادة هطلع من عندك فاضي ولا بسنان هتطلع بسنان بس في الأول وفي الآخر أنت ماشي بسنان أحسن من اللي تدخل الأستاذ الدكتور شادي علي حسين أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس دكتوراه علاج الجذور بجامعة عين شمس ماجستير علاج الجذور بجامعة عين شمس زميل الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان عضو الجمعية الأمريكية لعلاج الجذور المدرب المعتمد من الجمعية العالمية للطب الأسنان الرقمية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بس قبل ما ندخل على التكنولوجيا انت عارف فيه عايزة بتاقلك بحتة مهمة او فيه ناس كتير او معا انت بصلي سنة واقعة وبيصرف لسه في الهيافة مش عارف ايه مش عارف ايه لا يحصلوا من جراء هزي السنة المفقودة والاية المشكلة في النقطتين دايما هو الموجه لنفسيات معظم الناس ويمكن احنا بقى يمكن في التخصصات تانية برضو بنعمل كده الحاجة الاولنية هو ان الاحساس ان الموضوع هيبقى مؤلم و هياخد وقت فممكن يبقى كسل او خوف الحاجة التانية ان هو يبقى شاف او شاف خبرة من حد تاني مش كويسة او سمع كلام من الناس بتحسسوا ان الموضوع بسيط او هو حاول ان هو يشوف الويكيبيديا والحاجات اللي بيحاول دايما كلهم نحاول انه بص على جوجل يقول لك جوجلت فتلاقي ان هو هيداز انه ان المشكلة دي ممكن تقدي لمشاكل في الهضم لمشاكل في ده يعني ممكن ناس كتيرة جدا عايزة اقول لك ابتدت ان هي تتخس وتبقى تلعب رياضة ومش عارف ايه والكلام دي كله مجرد ابتدت سنانه كان الاول سنانه الخلفية دي مش موجودة وهو مش مهتم بيها شكل الوش اكبر سنة كتير جدا هضم وحش جدا ابيز وتخين ومش عارف يبقى حاسس ان هو مبسوط ليه لان هو مش عارف يأكل الحاجات الالياف والحاجات المزبوطة والحاجات الهلسي علشان اللايف ستايل كله بادي من الفم بيت الداء على رأي رسول الله السلام على قول رسول الله السلام ان بيت الداء هو الفم المعدة بيت الداء بس طبعا كله يعني حاسبه من قدم له قائمات انه يقب له عضو ده طبعا فلما بنيجي نتكلم احنا جنرل ابتدينا ان احنا يعني مرة واحدة كده مدخلين اتنين تكنولوجيا في الزراعة مع بعض علشان نحسن experience تاعت الناس نوصلها يعني للالتيمت زي ما بيقول اول حاجة حريك ابتديتس يمكن بموضوع الاندماج العظمي او الاستوين تجريشن واول واحد فعلا عملها هو برانا مارك واحسن ده كان دكتور عزام بيحاول انه هو كان يعني معاقر شين كان والده غاني جدا فكان بيحاول يعني عنده كاميرا لما جوم يعملوله كاميرا ده محرك مثلا كده بتيجي تعمل حاجة دهب يعني مثلا اللي بيعمله عربية دهب فهو عمل الكاميرا من التايتينيوم التايتينيوم ده كان يعني بيستخدم قبل البلاتينيوم كان هو دهب لبيض بتعزمان طيب كان التايتينيوم ده الحاجة ايه قبل البلاتينيوم كويس هو داركر شوية عن البلاتينيوم وبرضو عنصر من العناصر الخاملة الندرة في أعلى الكيميكل متل تشين فطبعا عمل الكاميرا من التايتينيوم ففوجئ برد فعل العظم أو الاندماج العظمي ده الظاهرة دي اكتشفها أنه كان دخ حاطة الكاميرا دي كاميرا صغيرة من التايتينيوم حاطت عشان يصور بيها التقام العظم بعد الكسور ففوجئ أن حصل اندماج عظمي ما بين التايتينيوم وما بين العظم والأنسجة الرخوة كمان اللي هي زي الجلد وزي اللاسة وزي الكلام ده كله بتتقبلها بشكل هايل فطبعا الهافن أو الجنة بالنسبة لأي حد دلوقتي أنه يعمل الحاجة من التايتينيوم فابتدينا أن احنا ندمج الشكل الحلو بتاع الفورسلان الشفاف اللي عاملينه بديد اللي هو الألترا ترانسلوسن زيركونيوم مع الهيكل التايتينيوم مشكلة التايتينيوم الأساسية أنه هو محتاج مكان من نوع معين مكان اللي هو السي انسيك كبير جدا محتاج ديزاينز عنيفة لأنه هو الموشنز أو حركة المكان اللي بتخرج دي بتختلف من حاجة للتانية فهي محتاجة زي ما تقول كده دكتور أيمان لين صناعي وليس لين طبي تو سبورت لين الطبي فلازم يبقى فيه حاجة زي مكان مصنع تبتدي تقدر تعمل فيه الفريمورك التايتينيوم ده فكان فكرة أو تكلفة الكلام ده ككوست افكتيفنس أو أن أنا أقدر أعمل حاجة كده أعمل مصنع تايتينيوم عشان أعمل بس مجرد تركيبات ما كانتش تنفع أنها تتم على مجموعة عيادات صغيرة يعني ما ينفعش واحد في عيادته يعمل يجيب مكينة تايتينيوم مكينة هيوج ماشين عشان تعمل تايتينيوم دي محتاجة مكينة ذا ما حالك شايفة كده مكينة يعني ضخمة جدا فطبعا الحمد لله أنت عرفش هيني وقت وصلت أربعين عيادة فبقى عندنا كمؤسسة علاجية من أكبر مؤسسات العلاجية في الشرق الأوسط بقى عندي الكاباسيتي أو الكام أن أنا أقدر أعمل مصنع للتركيبات وأعمل التايتينيوم فدي أول حاجة اللي هي التايتينيوم اللي إحنا قدرنا أن إحنا نعملها وذا ما حالك شايف كده تايتينيوم إختصار تايتينيوم plus دايتينيوم اللي هو UTML plus زاركونيوم تايتينيوم وزيركونيوم الزيركونيوم اللي إحنا متعودين عليه بيتعمل بالكمبيوتر وتيتينيوم كمان معمول بالكمبيوتر فده ندينا أولا في التركيب إننا نقدر نركب فترة قصيرة جدا التركيبات التآكل بتاع العظم حوليها قليل جدا اللي التحام بقى أصبح الأربع زرعات أو الست زرعات ملتحمين مع التركيبة هم حتة واحدة فأصبح في توزيع للأحمال هايل وزن الطايتينيام دخوف في الريشة إن عمره ما يكون ريحة وحشة ليه؟ لأن ما فيش فتلتصقش على سطحه أي حاجة البكتيريا ما تقدرش تلتصق على سطحه اللاسة بتتعامل معها بشكل هايل ما يبقاش فيه فراغات طبعا التايتينيام ده إنت ما بتشفوهش ده بيبقى تحت هو ده اللي ملتصق في اللاسة اللي حاليك بتشوفه هو والتركيبات اللي هي اللون هؤلاء بالنسبة لللي عندهم نقص في اللاسة اللي بتجين زراعة شبه لاسة صناعية بالزبط الحاجة الجميلة في الموضوع بقى كمان إنه هو مفقوش أي مادة لاسة يعني يمكن كنا منتكلم عن حاجات دي في السنجل إيمبلانس في الزراعات اللي هي بتاعت السنانة المنفردة إن دايماً مادة اللازق هي السبب الرئيسي في حدوث البرئيمبلانتايتس أو الالتهاب مع حول الزرع ليه؟ لأن مادة اللازق دي بتنزل تبتدي تعمل التهاب حاجة فيماها كأنه الجفن يعتبرها جسم غريب وتبتدي يحصل الالتهاب وبستلاقي إن فيه ورم حوالين الزرع بعد ما بيلزق التربوش أو بعد ما بيحط التربوش دي التايتينيام ده بيطرب التايتينيام في تايتينيام فأصبح مفيش أي مادة لازق موجودة نهائياً طيب ده منظر يمكن الفريم ده قبل ما بنحط عليه الجزء الزيركونيوم والجزء البينك وبعد ما بنحط عليه الجزء الزيركونيوم والجزء البينك يمكن برضو معنا صورة ليه بيبقى شكله طبيعي أسنان طبيعية تماماً فده الجزء بتاع التركيبات يعني إحنا اللي هو الجزء بتاع الطاي دايمون دايماً المشكلة اللي كانت بتقابل الناس برضو أجين اللي هي إننا بقى طب ده جزء بتاع التركيبة إحنا خدناها من الآخر للأول طب الجزء بتاع إننا نحط الزرعة جزء بتاعنا نحط الزرعة كنا نشتغل عن طريق أشياء المقطعية العادية وإن إحنا نحط الزرعة عن طريق الدليل الجراحي وهو ده يمكن منظر التركيبة التاي دايموند هي عبارة عن لسة وأسنان من جوة بقى التايتينيوم حراك شايفه مش شايفه هو من جوة والنحية اللي لزقة في اللسة من فوق فده بيتربط عليه التايتينيوم وبيبقى وزنه بقى دكتور أيمان تتشيله هو خف الرشة تمام ليه لأنه هو مادة التايتينيوم دي خفيفة جدا 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 وفي نفس الوقت قوية جدا 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 تايتينيوم هو قوي لسببين يا دكتور أيمان السبب الأولاني إنه هو الجزيئات بتاعته قريبة من بعض جدا فليها تركيبة فيزيائية وكيميائية بتخلي إن ما فيه surface energy بتاعته أو الطاقة السطحية بتاعته عالية جدا فما فيش أي حاجة تلتصق به في نفس الوقت لما بييجي يضغط هو حنين جدا على لو دست عليه بعربية نقل تقدرش أن انت لا تتنيه ولا تكسره فده الجزء بس ميزة إن الحاجة تكون خفيفة في الزرع في الكبري نفسه إنه يكون خفيفة طبعا أنا دلوقتي النهاردة الكبري ده محطوطة على الفك السفلي أو على الفك العلو فك السفلي بتاع الفك السفلي بالزاد هو مشدود بعضلة العضلة دي كل ما وزن الفك زاد أصبح المجهود على العضلة دي أكتر زي ما حضرتك النهاردة بتشيل دمبلز أو بتشيل حديد كل ما بتزيد الوزن المجهود على العضلة أكتر فطبعا أنا بحطه أساسا في حالات العضلات بيبقى ضعيفة كبير في السن كبير أو إنه هو لما بيخلع بقاله فترة بيحصل تراهل لعضلة المسيتر دي فأنا النهاردة لما بحط التقيل ده بيعمل صداع نصف وتلاقي الدكتور مش عارف سبب الصداع نصف منين وتلاقيه روح يقول لفع ده كاتر الأعصاب وده كاتر الأنف والأذن وده كاترة الرمض وده كاترة كل التخصصات علشان يعمل يشوف الصداع نصف لي وسبب إنه هو حط كبري تقيل جدا فده من الحاجات اللي وجدناها هو عيوبة صداع تراكشن تراكشن هيدك تراكشن هيدك بالزبط صداع شد عضلي بالزبط يجي يمكن التقنية بقى لشغالة للناس دلوقتي إن أنا أحط الزرعات إزاي دلوقتي أصبح عندنا في حاجة اختراع برضو جديد اسمه النافي دانت النافي دانت ده أو الأشعة التفاولية هو اختراع ونافي ده اختصار إيه؟ نافي جيشن في الدانتل نافي جيشن يعني ملاح بالزبط جي جي بي اس كده وهو تعريفه العلمي ديناميك نافي جيشن سيستم يعني الملاح الحركي أو أثناء الحركة أثناء الفعلي أثناء العمل أثناء الحركة أنا بشتغل بزرق بالزبط هو ده فكرته ببساطة إحنا بنحط زرعات اللي في التجاهات صعبة زي الأورونفور بنحط الزرعة ميلة بشكل معين بنحط عايزين نحط في مناطق جنب العصب في وراء الجيب الأنفي عايزة حط الزرعة في مكان علشان أمن يعني أوفر على المريض ده أنه نزرع عض فده عبارة عن موشن دي تيكشن كاميرا الحركة دي ما حريك شايفها دي كده هي عبارة عن كاميرا بتصور الحركة وبتفضل ماشي وراها فهو بيلقط التارجد بتاعه التارجد بتاعه هو مع الجهاز ده في حاجة معينة بتركب على الجهاز باللي بيحط الزرعة زي شكل دايرة كده فيها حتة بيضة وحتة سودة كده زي ما بقينا في الصورة الجهاز بيقرأ الشيب ده ويشوفه رايح فين إحنا بنعمل التخطيط الجراحي بتاعنا للزرعة في أي حتة أنا عايزها يا دكتور أين ولتر اللي في أي حتة جاعة الجبل جنب عصب في أي حتة في أي حتة أنا عايزها وأنا مش خايف ليه؟ لأن أنا هخش من الاتجاه اللي هيعجبني والجهاز هيوريني الاتجاه الصح اللي أنا همشي به فين ويوري حضرتك تارج زي ما انت شايف كده تفضل ماشي موجهك انت عايز تحط الزرعة دي للزرعة اللي احنا عملنا لها بلانيج أو اللي احنا عملنا لها تخطيط قبل ما نشتغل يفضل مماشيك يقولك لأ خش يمين شوية خش شمال شوية أقف في تلاتين سانية تدخل العمق قدامك كمان شوية وتقف أول ما توصل للعمق تقف تحط الزرعة في المكان المخطط ليه بالزبط بهامش ايرور تلاتة من عشر تلاف تلاتة من عشر تلاف من الملي يعني تقريبا ولا أي حاجة فبالتالي انا النهاردة قدرت ان انا حط زرعة بدون جراح في تلاتين سانية من غير ما اعمل خطوات مقاسات عشان اعمل دليل جراحي قدرت اشوف ودي ميزة كانت حلم ان انا يبقى بدل اكني بقول اكس راي فيلم اكس راي او صورة اشعة بقى عندي فيلم اشعة بدل ما انا عندي صورة سبتة فيلم يعني فيلم متحرك صور صور ورا بعض بالزبط بالزبط بقدر ان انا امشي عايز اخش في العظم في الحت في الاتجاه ده عايز اعمل كذا في العظم في الاتجاه ده عايز احط ده افكرني بايه النافي ساستم النافي ساستم يفكرني زي ما يكون انت رايح مشوار واحد مهتمد بيك اوه بيكلمك طول المشوار لا مش بيكلمك ده انت بيصور لك وهو بيقولك ايه انت وانت باشي كده في قدامك صور مدرسة اه وهو شايف الصورة ادخل مين ده مش بيوصف لك وسابك لا ده هو معاك اول بول لا ده كمان يعني هو يمكن لو قربناها للناس زي جوجل بس كأن جوجل بيتحكم في الدريكسون والفرامل اه كويس يعني هو ده لوقتي التسلا بقى اللي هو العربية التسلا ده لوقتي بتمشي الوحدة كويس تسلا ماشي اه اتخذ منك بعد الهو فهو هو متوجه انه هو انا اقيله انا عايز اروح في الحتة الفلانية هو بيشوف الطريق اللي هو الاول اللي بعيد عن الزحمة اه والبتاع يعني ذاي بالزبط جوجل كويس يقول لك لأ ابعد يوم عام لما يلاقي حتة زحمة اقوم جايب لك حتة تانية تروح منها مش عارق اي اي اقوم اي كمان بقى بيدوس لك فرامل وبيدوس لك بنزين وبيخش لك يمين وبيخش لك شمال هو الجهاز ده بيقف لو انت دخلت على الحتة غلط لو انت ماشي في اتجاه غلط يقوم واقف والدوران يقوم واقف خلاص انت بنعم ده انت بتحفر وبتحط الزرعة وبتاني كل حاجة بالجهاز ليه لانت كل ما بتقرب من العضن هو بيوريه لك انت فين بيوريك مقطع عرضي ومقطع طولي ومقطع كروس ساكشن انت بقى سؤال مهم الوقت وانت بتحفر مهمة او بالنسبة لك انت بتعرف انت بتحفر فين بعيد عن عصب بعيد عن جيب أمفي صح تمام تم ما انت كده امان ما انت لذا ما حفرت تمام لما حط الزرعة هحتاجه تاني في ايه فهحتاجه تاني ان ما يحصلش برضه الى النهاردة انا ممكن اعدي من جنب العصب بنص ملة دكتور ايه وانت بتحط الزرعة تروح جايب العصب وانا بحط الزرعة مية الايدي شوية كده او بخبط العصب بس ارقى كفية بقيت تحدي بروح تروح تروح اه بقى دكتور سنان لا بقى سؤال الفادة اه سؤال الفادة هو العظيم اه هو ما بيسبش نسبة ارور بوصلك لغاية برد الأمان اه ايه وصلك لحد ما تحط الزرعة خلاص حطيت الزرعة جوه فم المريض خلاص هو بقى خلاص بقى انا كده تمام وهو عارف انه هو كانت عارف حضرتك جزء من التعالى learning curve تاني الجهاز ده صعب جدا ليه انت بتعمل قياس بتقوله لازم تقوله كل اداة عندك تعرفه عليها كويس بنقعد نعرفه طبعا الكلام ده مرة واحدة بس بنعرفه انا والله عندي الزرعات اطولها كزا وعندي الشنيور بتاعي ده اولي انا معنا بي ده ده حجمه كزا ويشوفه ويقرأه ويعمل calibration ينازم يقرأ يقيسه بحيث انه هو لما يجي يوصف لك اي حركة يوصفها لك صح ما في المال يبقى هو عارف فهو يعني هذا شنيور مثلا سمكه قد ايه بيحفر بسمكة قد ايه بطول قد ايه ومن الحاجات برضو اللي انا بحبش ادخل الناس في تفاصيل كتيره بس كلمة حفر دي ما بقيتش موجودة ليه بقى؟ احنا كنا زمان لما بنيجي كان في حاجة اسمها mechanical drilling كنا نبتدي ان احنا نحفر حفرة جوه العضل علشان نحط الزرع كويس؟ فكان حتى الحفر ده بيخوف الناس كلام ده مبقاش موجود الكلام ده دلوقتي بقى في حاجة اسمها biological insertion biological insertion ده ان احنا بنلف بالراحة خالص كده كويس؟ بأداة بدل ما كانوا مثلا خمس ستة اداة اداة واحدة وبعدين اقوم حاطة الزرع بضغط بسيط طبعا ترك يعني عزم من الجهاز والزرع بدل ما كانت بتتعامل بحفر لا بتتعامل زي الساندويتش يا دكتور ايمان عارف واكد انك ايه؟ بتزق العظم شوية كده لبرا وتقوم مزحلقها في النص كويس؟ فعمل عشان ما تهدرش عظم عشان ما اهدرش عظم عشان ما احفرش هي كلمة حفر دلوقتي اصبحت غير موجودة دي عايزة حلقة الوحدة دي عايزة حلقة والله عظيم ما هو ده من ضمن السايكل على فكرة دكتور ايمان بتاعت النافيدنت ما هو النافيدنت مش مجرد جهاز بس بيقولنا الاتجاه لا ده ليه ثتب معين في الحفر فيه او ملاش الحفر بقى الوضع الزرع ليه ثتب معين في التصميم بس هو خطواته شبه للخطوات القديمة بالنسبة للمريد هي مش شبه خلص هو بياخد اشعة وبخش حط الزرع مارس فيه مقاس في النص مارس فيه دليل جراحب بيتصنع مارس فيه تكلفة دليل جراحي ما اخد بليك من النقطة برضو انا النهاردة كنت زمان بخد مقاسات دي لية تكلفة علي وعلى المريد بعمل دليل جراحي دي لية تكلفة علي وعلى المريد يا مانا ان انا النهاردة هو المريد مفيش حاجة فيزيكة هيدفع فيها فلوس كويس¿ لا هو هيجي يصور أشعة يدفع تماني الأشعة وبدين يحط الزرعة بالجهاز مفيش حاجة هتتصنع مخصوص غير الصوفتوير عشان يدفع تمانها فبالتالي هو بيجي تدفع تماني الزرعة تماني الأشعة ويمشي وحط زرعيته في 5 دقائق وياخد أعلى درجة من الدقة والإتقان نقطة المهمة جدا جدا أن أنا النهاردة علشان أحط الزرعة دي بالتكنيك ده خدت وقت قد إيه 5 دقائق 30 سنة حطيت الزرعة في 30 سنة طيب من النقطة المهمة جدا جدا برضو البرنامج ده عنده قدرة عالية جدا 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 على الأمان للمريض إزاي؟ زي ما أنت حالك شايف كده أولا الكاميرا دي اللي بتصور فيه كاميرا بقى الكاميرا الموشن ديتكشن دي بتصور كمان العملية بالكامير بتاعت الزرعة فالمريض ممكن لما يخلص ياخد سيدهاية كده عليها فيديو العملية وعليها خطوات العملية وعليها كل حاجة عارف هما اتنين في العالم جبناه في شاينيويت الراجل طبعا الحمد لله زهل قاعد يقول أنا ما شفتش الدكرات دي في حياتي وما شفتش المنظر ده في حياتي هو الراجل أصلا إيطالي بس هو يعني قال لك أنا في إيطاليا كلها ما شفتش الكلام ده وعلي فقال مني أنا بلف العالم بلف العالم كله بالجهاز ده عشان يوريلي الناس وبيقولي أنا ما شفتش هو أمريكا هي اللي بتعتبر زيكو كده وراح أمريكا والله هو بيقولي ما شفش زي شاينيويت الحمد لله حاجة تانية إنه هو غير الموضوع البري سيرتيفيكيشن ده كل حالة بتتعمل بيقوم البرنامج أوتوماتيك يقوم مقارن البري بلاننج بالبوست بلاننج لأنه هو عنده بقى الفيديو انت حسن الزرع فين ما هو عارف ما هو مصور يقوم بركبهم لك على بعض ويقوم إيلك أهو أنا عندي الأيرور بتاعي 0% كويس؟ ويقوم باعت للشركة الأم الجهاز ده دكتور أيمن فيه منه 18 جهاز على مستوى العالم على مستوى العالم مفيش غير 18 جهاز نافي دينت الشرق الأوسط كله بالكامل مفيهوش نافي دينت غيرها عند مصر عند شاني وقت فالحمد لله قدرنا نبقى في مصاف الأوائل في التكنولوجيا اللي هي كان الغرب زمان بيرضاش إنها هتيجي لمصر بس الحمد لله السقل بتاعنا في الانترناشنال ماركت دلوقتي في الساحة العلاجية بقينا حطينا مصر في الخمسة الأوائل في تكنولوجيا طب الأسنان ما شاء الله وده حاجة مهمة جدا إن انت تقدم للشركات دي نوع من الإغراء عشان يقبلوا إنهم ينزلوا بأجهزتهم في المنطقة ما هو الإغراء بيجي من إنه الجهاز بيحقق ريت بالنسبة لهم كويس يعني فبالنسبة لهم لأن الحاجات دي كلها بالنسبة لهم المستلزمات ما هو عايز يشوف عشان يبيع مستلزمات الجهاز ويبقى الريتنج بتاعه العدد الحالات اللي هيشتغل عليها الجهاز كويس فده أتراكشن بوينت بالنسبة لهم تذكور للجهاز ده على مستوى العالم ماشا عايز بسه أفعد ثلاث نقاط مهمين استفدنا منهم من الآن دا في عهدتنا إنه إحنا النهار دا الزراعة كان فيه ثلاث تخوفات أولا تخوف الأمان إنه أنا خايف العصب مش عارف إيه لا حاجة تانية السرعة لأنه كان فيه ناس كتير بتوعد في الزراعة فترة طويلة لا الزراعة السرعة الحاجة التالتة الكفاءة إن التايتانيوم بكفاءته إحنا نهار دا في الحوار اتكلمنا على ثلاث نقط مهمين جدا الأكروسي والكفاءة والسرعة ننخصهم في تاي دايموند لازم نحفظ النفس تاي تايموند اختصار تاي تاي تايموند تاي تايموند هو تعبير عن طبيعة الزركونيوم إنه فيه شبه من الماس الزركونيوم حاجر رائع جدا في عالم طب الأسنان من قتل تقدرهم له سموه ضايمة اللي هو الماس يعني جميل نور دايف العزيز السيد دكتور شريع علي حسين كالعادة عمتعنا في حوار ممتع جدا فيه واحدة من المناطق المهمة في عالم الزراعة الزراعة حيث ثلاث نقاط ومخطط مهمين جدا كلنا نفسنا نعمل لهم أشي في منتجاهية الدقة والمتانة الجودة والسرعة صح كده خليكم مع الدكتور أهلا بكم النهار دا كالعادة عالم العيون المثير الأثير بقيمته الكبيرة لكن قبل ما أدخل في الموضوع فيه أفكار شائعة في دماغ الناس عن العيون أو عن النظر عموما لازم تتغير يعني دي حاجات سوابت كده من دايما أفكار الناس عن العيون بتبقى قديمة ترافية وكتير منها بيبقى غلط فمنها مثلا أنه لبس النظارة بيأثر على النظر بيضعف النظر يقولك ما تلبسش دا هتطعف لك نظرك بتلبس النظارة ليه وانت صغير كده هتطعف لك نظرك الكلام دا مش صح طبعا مش صح طبعا حاجة تانية فكرة الجلوس الطويل قدام شاشات الكمبيوتر بيتلي في النظر الحقيقة الدراسة البرتنية في اللاجارديان قالت أنه دا مش مؤكد قوي أنه مش للدرجات من الحاجات المهمة قوي برضو فكرة أن القرية في نور مش عالي نور خافت مضر بالعينين ويخرب البصر راشيل فيرمن وأكون كارول في 2007 عملوا دراسات كتيرة قال أنه ما بيلحقش أي نوع من الضرار بالنظر فكرة أن الأكل للجزر كتير بيحسن النظر الكلام دا مش صحيح صحيح أن الجزر فيه فيتامين ايه وبيساعد على تخفيض مخاطب تطور لكن فيه جامعات قالت أنه كميات يعني الجزر مش بيخلي النظر يتغير يعني السالب عشرة مهما قال إن شاء الله يأكل فدان الجزر مش هيتحسن قالك أنه الحاول عند الأطفال بيزول لوحده بيخف لوحده الكلام دا مش مؤكد مش صح يعني الحاول دا مرض ينبغي إن احنا ننظر له نظرة مميزة جدا عند دكتور العيوم مش يتسابع لكن بتشاف إزاي أو بتعليك إزاي دا قصة كبيرة جدا يعني دايما العيون حواليها الكثير جدا من المغالطات النهاردة حوار خاص جدا عن تصريح الإبصار وبرضو يعني أكيد سنتطلق إلى أجزاء من اللي أنا قلتها دي مع ضيفي العزيز القمة العلمي الكبير هو الاسم الكبير اللي بفتخر بوجوده معنا في الدكتور وبسعد جدا لأنه واحد من الذين بني الدكتور على وجوده أيضا كريزمة خاصة أكاديمي من طراز رفيع وجراح عالمي بمعنى الكلمة ضيف العزيز الأساس الدكتور وحمد عدس تكوين الويش نفسه والعينين رسمة العين نفسيها تديك إيحاء إنه عنده حوار لكنه ما عندهش حوار هل الليزر السطحي أوبشن ولا في حالات ينسبها الليزر السطحي وحالات لن ينسبها الليزك في حالات ينسبها الليزر السطحي والليزك وفي حالات ينسبها الليزر السطحي ما ينسبهاش الليزك الناس لسه بعدها ثقافة التفرقة بين الليزك وبين الليزر السطحي أنا عملت الليزك النهاردة جالي ما يبيضه بعد 20 سنة مش عشان أنا عملت الليزك عشان أنا مكتوب لي هيجي لي ما يبيضه في نوع تاني من ضعف النظر بقى اللي هو نتيجة الليزك نفسه هنا لازم نتدخل الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحة العيون طب عين شمس زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية عضو الجمعية الأمريكية لطب وجراحة العيون عضو الجمعية الأمريكية لجراحات المياه البيضاء عضو الجمعية الأمريكية لإصلاح عيوب الإنكسار سبع أبحاث منشورة دوليا 17 بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية أسمحوا لي أنا أرحب بضيف العزيز القيمة الأمريكية الكبيرة أستاذ دكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحات العيون بكل الطب جامعة عين شمس والجراح الكبير أهلا بيك دكتور أحمد بي أهلا وسهلا وأهلا بيكو في الدكتور في الدكتور أنا بس عايز أعلق شوية ممكن بعد إذن طبعا أولا الكلام اللي حقا قلته صح 100% إن موضوع مثلا على سبيل المثال موضوع الجزر ده بيأوي النظر دي ممكن جاي على السجع بتاع الأغنية يعني لكن مش والجزر آه فيه فيتامين ألف بس مش هو الوحيد الأكتر حاجة فيها فيتامين ألف رقم واحد مش مش على سبيل المثال فيه فيتامين ألف أكتر من الجزر بكتير فلو أنا عايز أريد قوي النظر لو هو مقولة دي صحيحة يبقى أنا مفروض أكل مش 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 أكل جزر على سبيل المثال يعني الحاجة الثانية إن هو الفيتامين ألف مش هو ده العام الأساسي اللي بيتحكم في النظر فيه حاجات كتيرة جدا وكإحتياجات العين من الفيتامين ألف بتكون قلالة جدا وعشان يبقى عندي نقص من الفيتامين ألف علشان يبقى يقدي على ضعف النظر فهيبقى مصاحب مع أعراض تانية زي تأشير في الجلد على سبيل المثال فدي هتظهر قبل ما يظهر حتى ضعف النظر فهي كلامك مزبوط 100% قصة موضوع الكمبيوتر وموضوع التلفزيون هو مجهد للعين لكن مش بيضعف النظر يعني مش هو ده اللي يخليه السالب يتغير بسرعة لكن هو كعامل مساعد ممكن أنا طول ما ببص على حاجة قريبة ممكن ده يساعد أن أسر النظر اللي هو عندي يتكون ويبقى أكتر وكلما ببص اللي بعيد كلما بيكون أحسن لكن ما فيش إشاعة بيطلع عملي التلفزيون زي ما كنا زمان بنقول أو زي ما كان أشيع زمان إن في إشاعة بيطلع عملي التلفزيون يبوز العين فالكلام حقيقي مظبوط أنا بس عايز أعلق على نقطة الدول والحاول لا يتحسن الحاول في بعض الأوقات يمكن ليتحفظ شوية صغيرين على الكلمة دين تكوين الويش نفسه والعينين رسمة العين نفسيها تديك إيحاق أنه عنده حاول لكنه ما عندهش حاول ده بتحسن تلقائيا بس هو بالأول هو مش حاول بنقول عليه حاول كاذب ده مش حاول أساسا مجرد معضمة المناخير تكبر شوية صغيرين فتحة العين شكلها يتغير مع نمو الطفل الحاول ده بيتلاشة أو شكل الحاول ده بيتلاشة لكن في بعض الأطفال عندهم حاول فعلا دول لازم يتدخل تدخل ده ممكن يكون بسيط جدا زي ندارة أو يكون عملية عايزة روح بقى للليزك الليزك عملية مهمة جدا مشهورة جدا لكن حواليها الكثير من النقاط اللي تحتاج توضيح مش نقول لغة لكن توضيحات أولا هي الليزك من أشهر وأنجح عمليات العيون لكن ليها كراتيريا أو ليها شروط لازم شروط دي تستوفى في عين المريض علشان تبقى العملية نجحة لو الشروط دي مش مستوفى فالعملية نتاجتها مش هتكون مرضية للعين خالص وبالتالي ممكن العين دي يرجع يلبس ندارة تاني وما يبقاش مبسوط من نتيجة العملية وساعاتي بمقاس الندارة اللي هيلبسه بعد الليزك أسوأ من مقاس الندارة اللي كان لابسه قبل الليزك ده نتيجة حاجات أعوامل كثيرة جدا نتيجة أن الأول ما كانش المريض دي نفعله الليزك دي رقم واحد رقم اثنين ممكن جدا أساسا الجهاز الليزك أننا استخدمت وكان جهاز قديم أو أننا عملت قطع في القرنية بالمشرط مش عملته بالفمتوليزر زي ما احنا بنتكلم بالوقت في الطريقة الحديثة في أسباب كثيرة جدا بتخلي أن المريض أو صومية الليزك حتى متبقى أشياء في بعض الناس يسمع يقول لك أنا عملت الليزك والبقى رجعت لبست ندارة تاني العملية بايزة العملية مش حالوة أقوى تعمل الليزك كلام ده مش مزبوط لا إن لو على هذا المنوال المفروض أن أنا مركبش بقى عربية إن العربية بتعمل حدثة ولا أركب طيارة عشر طيارة بتقع فبالتالي الطيارات كلها وحشة والعربات كلها بتعمل مشاكل فما أركبش العربية ولا أركب طيارة وأرجع أركب حنطور بتاع زمان الكلام ده مش مزبوط العملية دي عملية نكحة جدا لكن عايزين نوضح بس أن هي لها شروط وليها بدائل البدائل أنا عايز أوضح بس فكرة الليزك الليزك القرنية نفسيها بتاعتنا هو الجزء الخارجي من العين عبارة عن طبقات زي زي الورق ده حوالي 200 طبقة الليزر السطح أو الليزك في الأساسة أنه إحنا بنشيل بنعم القطع من القرنية كده وننزل شوعة الليزر الفيلم هنا بيبين القطع ده ممكن يتم بالليزر ممكن يتم بالمشط فإحنا هنا بنعمل القطع بالليزر لكن في جميع الأحوال في شريحة من القرنية أنا بشيلها شريحة دي عبارة عن مجموعة من الطبقات السطحية بشيلها وخلي شوعة الليزر بعد كده ينزل ورجع تاني الطبقة دي تاني مكان المشكلة هنا هو المشكلة بقى فيه لما بعد القطع ده لما عملته هنا هو لو بصنا بالكاميرا هنا وتعلى الجزء ده هنا قطع المشكلة دي لما بقى بقطع كده هو وبرجع شوعة وحط الليزر هنا هو ورايح مرجع شوعة الليزر تاني كده هو أسف أرجع طبقة القرنية تاني كده هو دي ما بتبقاش ثابتة في مكانها فممكن تتحرك مكانها خاصة في الأيام الأولى بعد العملية لو دعك المريض إيدي في عينيه وفي نفسها بتضعف نسيج القرنية ككل نسيج القرنية بيكون من 200 طبعا بالمنظر ده كأنها زي الكاشكول ده أو زي الكورسة دي أو الورق ده فإنه هو تلقاطها اللي أنا عملته ورجعته تاني هو بيلحم بس ما بيساهمش في في الأنسجة بتاعت القرنية في قوتها بيبقى ضعيف فتبقى القرنية ضعيفة فلو من الأول القرنية بتاعت المريض ده رفيع عدد الطبقات قليل أو هي ضعيفة خلقيا من فعش لزك طب نعمل إيه في هذه الحالة في بدايل في بدايل الليزك كان عندنا قبل الليزك لزر السطحي الليزر السطحي يعني شوعة الليزر ينزل على سطح القرنية السطح القرنية ده عبارة عن طبقة واحدة من خلايا بنشيلها بطريقة أخرى وينزل على السطح القرنية مباشرة أنا ما بشيلش الشريحة دي خالص زي ما عملت في الليزك بينزل على السطح القرنية المشكلة في الليزر السطحي ما خدش شيء يعني شعبية قوي زي الليزك ليه إن إن السطح القرنية فيه أعصاب بيحس بالألم فلما بنعمل العملية على هذه الطبقة العيان بيشتكي إنه بيحس بشبورة فهنية وألم لمدة 4-5 تيام وساعة الشبورة بتمتد لمدة أسبوعين بعد العملية ففترة النقاعة بتكون سخيفة شوية فالليزر السطحي ظهر قبل الليزك هنا دي طبقة خلايا بتتشال بس كده هوت لكن شعال ليزر بينزل على سطح القرنية إحنا هنا ما عملناش قطع وبالتالي ما عملناش قطع فإحنا هنا ما ضعفناش القرنية زي ما بنعمل فيه الليزك فالليزر السطحي قد يكون أأمن في بعض الأوقات من الليزك عيبوا إن فترة النقاعة بتاعته بتكون أطول من الليزك أنا بشرحها دي للمارضة زي زي أنت دلوقتي ممكن تروح من مصر الجديدة للمهندسين ممكن تركب العربية المكيفة بتاعتك وتنزل العربية بتاعتك وتروح راكب العربية من الباب توصل لي المكان اللي أنت عايز توصله فيه المهندسين بالعربية طب نفترض أن العربية دي فراميلها بايزة وفي مشكلة في المطور بالعربية والكبال المتاعتها مش مزبوضة والعربية فراميلها بايزة زي ما قلنا يبقى أأمن تركب مواصلات ولا تركب العربية تركب مواصلات المواصلات هتنزل هتمشي شوية تستنى الميكروباس أو توقف في محطة تركب الأوتوبيس هينزلك بس يوقف كذا محطة هينزلك في المكان اللي أنت عايز تنزل فيه هتمشي شوية كمان عبل ما توصل للنقطة اللي أنت عايزها بالزبط في الحالتين سواء أنت ركبت عربيتك أو سريعها سواء ركبت المواصلات أنت وصلت بس في واحدة وصلتك بطريقة أبطأ شوية نفس الكلام الليزر السطحي مش سيء الليزر السطحي بيديك نفس نتيجة الفيمتوليزك بس بفترة نقاها أطول شوية طب ليه ما بنعملش الليزر السطحي على طول عشان فترة النقاها بتبقى أطول وإحنا في الحياة المدنية بتاعتنا ما فيش حد يقدر يأخذ أجازة من شغله أسبوعين أو أسبوع حد ده في الناس عايز يتعمل عاملين النهاردة يرجع شغله بعد يومين هنا الليزر يبقى كويس لكن افترض اللي ما ينفعش الليزر أو فهمتوا الليزر يبقى ما فيش ما يمنع نحن نعمل الليزر السطحي في هذه الحالة عشان كده في المؤتمرات الطبية الخاصة بالليزر طلعت جملة مشهولة أو دي باسمها back to surface back to surface ablation back العودة مرة أخرى للسطح للسطحي خاصة أن دلوقتي ظهر حاجات جديدة في الليزر السطحي بقت تدي نتائج أحسن بقت أدق أكتر وفي نفس الوقت فترة النقاعة بتاعتها أقصر لو رجعنا لو خدنا بالنا من الفيلم اولا احنا قلنا القرانية فيه طبقة خلايا احنا لازم نشيلها يدوي أو بكحول بتتشيل بك كزا طريقة وبعد كده سطح القرانية اللي هو النسيج نفسه بينزل عليه شغال الليزر دلوقتي الليزر السطحي الليزر السطحي دلوقتي ما بيناش نعمل الخطوة دي بقى الليزر السطحي بقى نشيل الطبقة دي اللي هي الخلايا دي اللي هي ما لهاش قيمة فيه سماكة أو نسيج القرانية نفسه ما تأثرش على نسيج القرانية هنا بينشيلها بكحول بنحط الكحول على إن العين مخفف طبعا وبعدين بتتشيل بطريقة يدوي بهذا الشكل كده دي بتقلل فترة النقاعة أو بتطول قاسف فترة النقاعة شوي علشان استخدمت مادة كيمائية على سطحه لي طب دلوقتي فيه إيه الجديد؟ الجديد دلوقتي إنه الخطوة دي ما بعمل للهاش بقى بنعملش الخطوة دي خالص بقنا نعمل إيه؟ شواء الليزر نفسه هو بيعمل العملية من أولها لآخرة من سميها no touch technique يعني ما فيش حاجة تلمس عين العين خالص الليزر هيعمل الطرق اللي هي مدهاش قيمة دي بتتشار ينزل على السطح القرانية يصلى حيوب الإبصار متشكلين ما لمسش عين العين طب عايزة أسأل السؤال بديهي بقى كان الليزر القديم بيشترد سمك قرانية معين عشان يديني درجات معينة في الإصلاح صح كده؟ ولو سمك القرانية مش جيد مش هادر أصلح قوي أو أصلح نص ونص في الليزر السطحي أنا سمك القرانية هنا لا يعينيه ولا إيه؟ لا يعنيني برضو بس مش بالدرجة زي الليزك يعني الليزك أنا محتاج سمك قرانية أكتر نفترض مثل 500 490 مايكرون أو 490 من الألف من المالي لكن الليزر السطحي لا ممكن 490 نشتغل وانا مطمئن 485، 480، 500 أو أقل ممكن الليزر السطحي ما فيش مشكلة 500 أو أكتر الليزك يبقى أحسن هنا برضو الفرق ما بين الليزك والليزر السطحي الليزر السطحي بينزل شو على الليزر على سطح القرانية مباشرة دلوقتي الجديد اسمه ستريم لايت يعني الليزر بيبتدي من أول العملية لأخيرة خالص ما فيش أي خطوات مانيول ما فيش أي خطوات بإيد الجراح بيعملها ما فيش كحول ولا أي مادة كيميائية بتتحط على عين العيان كله من أوله لأخره شو على الليزر يصلى حيوب الإبصار بنحط أطرة بعد العملية ونقولك مشاكرين مع السلامة بس بنتنبه المريض أن فترة النقاحة بتبقى يعني ساعات بتبقى بيخة شوية زيارين أربع خمسة يام نقوله ما فيش داعي تتعرض للشمس البس نظارة شمس لو عايز تنزل للشارع ما عنديش مشكلة خالص هتحسك شوية حرقان وشكشكها بندي أطرات مسكنة بندي أطرات مخدرة المريض ما فيش ما يمنع أن هو يمارس حياته أول ما يقدر هو ينزل من البيت أو ينزل للشغل ما عنديش مشكلة خالص يقدر ينزل البيت في ميزة ثانية أن لو داعي كدف يعني مش يحصل حاجة أن ما عندناش القطع اللي احنا عملنا القطع اللي احنا كنا عاملينه مع الليزك مش موجود فبالتالي نسيج القرانية محتفظ بقوامه محتفظ بسمكته زي ما هي إذن هل الليزر السطحي أوبشن ولا في حالات ينسبها الليزر السطحي وحالات تانية ينسبها الليزك في حالات ينسبها الليزر السطحي والليزك لتنين زي بعض وفي حالات ينسبها الليزر السطحي وما ينسبهاش الليزك وفي حالات ينسبها الليزك وما ينسبهاش الليزر السطحي يعني دي تعتمد على خبرة الجراح وهو رأيه في كل عين ساعات نفصل ما بين العين المين والعين الشمال ممكن نعمل العين لزر سطحي والعين التانية فيمتوليزك وممكن نعمل الاتنين لزر سطحي أو الاتنين فيمتوليزك على حسب ما أنا شايف ده بيخش في القرنية شكل القرنية سمكة القرنية إذا كان الشخص الأدامي ده راجل ولا ست السن أخباره إيه بيشتغل إيه الحاجات دي كلها بنحطها في الاعتبار عشان نختار الأنسب للشخص أنا محبش أقول المريض ليه الشخص نفسه أنسب حل عشان يخليه يقلع النظارة وفي نفس الوقت يبقى محتفظ بالأمان بتاع نظره أو سبات النظر بعد العملية على طول أطور فترة عندي كيس مهمة أوي كيس ديت محتاجة بقى أن يفهمها بالراحة خالص عين عمل لزر أو شخص عمل عملية لزر ويقول أن نظره بعد ما عمل عملية لزر يتحسن وقعد فترة ممكن سنين ثم عاد يضعف مرة أخرى هل هذه المقولة صحيحة بنشوفها طب إيه الاحتمالات المقولة صحيحة مش خطئة هو فيه نوعين من ضعف النظر بعد اللازك فيه ضعف النظر طبيعي أولا إحنا بني أدمين أنسجة حية بتتفاعل مع المؤسرات الخارجية عمرنا ما كنا جماد إحنا مش خشب ولا حديد إحنا بنتفاعل إحنا فيه مرحلة نمو مرحلة النمو دي بتختلف من شخص للتاني بتختلف على حسب اللايفستايل أو أسلوب الحياة بتاعي أنا عادت ده من الكمبيوتر فترات طويلة ده بيساعد على تكون أسر نظر فهنا عندنا نوعين من ضعف النظر فيه ضعف نظر طبيعي يعني هو طبيعية الشخص ده إن ممكن نظر يضعف شوية أنا النهارده سالب واحد بعد خمس سنين ممكن أبقى سالب واحد ونص بعد عشر سنين ممكن أبقى سالب واحد خمس وسبعين جرى العرف إن النظر بيكون سابت في المرحلة العمرية ما بين سن عشرين أو تمنتاشر في البنات أو عشرين في الولاد حتى سن الأربعين فإذا الفترة دي بنفترض فيها إن النظر سابت لكن وارد إن النظر يضعف بس يضعف حاجات بسيطة مش ملحوظة للمرين ما يحتاجش بسببها يرجع يلبس تقدارة تاني يعني اللي عملت الليزك عنده واحد عنده عشرين أو خمس وعشرين سنة المفروض إنهم مش يحتاج يلبس نظارة إلا عند سن الأربعين وغالباً هتبقى نظارة إيراية بس لكن كل قاعدة أوليها السنين ممكن هذا الشخص لأنه مفترض إن النظر يكون سابت ممكن النظر يضعف ضعف بسيط بعد خمس ست سنين يضعف نص نمر هنا عندوش مشكلة إلا بالليل وهوسائل العربية ييجي بالليل وهوسائل العربية هيلاحظ إن الرؤية ما بقيتش واضحة زي الأول بنخيره نعمل الليزر تاني أو الليزك تاني أو يلبس نظارة أو ممكن يسيب نفسه مش يحصل حاجة لو هو يعني متعايش مع النص نمرة اللي موجودة عنده في نوع تاني من ضعف النظر بقى اللي هو نتيجة الليزك نفسه إن هو أنا ضعفت أنسجة القرنية نفسيها فحصل تدهور أو حصل تمدد في أنسجة القرنية إن هي بقت ضعيفة ما بتستحملش ضغط العين الطبيعي فبتتمد لما أنسجة القرنية تتمدد ده هيترجم على طول في صورة زغلالة في النظر على طول هنا ده ده المشكلة هنا لازم نتدخل على طول ما بنخيرش العين نقوله تلبس نظارة ولا تعيش كده وخلاص لا هنا لازم نعمل تثبيت نظر وسعاد بنحتاج نزرع حلقات زي قرنية المحرطية بالزد عظيم عمل الليزر السطحي فيه كم سؤال ماذا بعد الليزر السطحي ماذا يجب أن أتوقع ده سؤال مهم واشكرا جدا على السؤال ده أنه هو الناس دايما بتقارن الليزر السطحي بالليزك بنقول لهم دي حاجة ودي حاجة الليزك فترة النقاع بتاعته بتبقى حوالي يومين ويقدر المريض يرجع شغله تاني عادي جدا بس بنقوله بس بحرصة شوية ما تدعكش ديك في عينيك مثلا الليزر السطحي أنا بقول المرضى بتوعي أسبوعين يعني أسبوعين أنت هتبقى مدايق شوية بتبقى فيه حرقان وشكشكة أربع خمس أيام معلش استحمللي فيه وما تدعيش علي فيه وفيه شبورة في العين بعد كده بتوعي أسبوعين عشان مش بنقوله المريض كده عشان يخاف لا بنقوله عشان يتطمن أن لما يسمع أن فلان عمل ليزك ورجع بعد يومين ما يقولش يقارن نفسه لا أنت تعملك حاجة وده تعمله حاجة تانية خالص أنت تعملك الأسلم لأينك أنت أو لحالتك أنت الحاجة التانية برضو يقوله المريض أنه فترة النقاعة طويلة عشان يعمل حسابه عنده مناسبة عنده فرح عنده واحدة عندها مناسبة أو فيه واحد عنده شغل وما يدعش ياخد أجازة يأجل العملية لغاية ما يعلك فيه ياخد أجازة يعني أنت مش لازم تعمل عملية دلوقتي ممكن يا سيدي أنت مش فاضل يومين دور مش هتقدر تأخد أجازة من شغلك على الأل أسبوع خليها كمان شهر اثنين تلاتة سنة الجاي مش هيحصل حاجة فإحنا لازم ننبه الشخص أن بعد العملية لازم يتوقع أن فيه شوية حرقان وشكشكة فترة النقاعة طويلة هتحتاج تقص في البيت شوية هتحتاج تلبس نظارة شمس على أول أسبوعين وتنازل الشارع بس تبقى حريص شوية صغيرين غير كده وات في خلال شهرين بالزبط هو نفس حدة الإبصار هتاخدها من فيم توليزك هي اللي هتاخدها بالليزر السطح نفس حدة بالزبط نفس المميزات كل حاجة اللي استعداد فيه استعداد خاص للعملية ديت ولا عادي هو أنا برضو لا يبقى فاهم بس إن فترة النقاعة تبقى طويلة لما فيش حاجة تانية خالص غير زيها زي أي عملية تانية بندي شوية أطرات مضادات حيوية قبل العملية بيوم ولا حاجة وخلاص دي العملية نفسيها بالمناسبة هنا دي العملية بتاعت الإيزر السطحي أهو بنقول للمريد ركز على مصدر ضوء قدامك بيختلف من الجهاز سعب بيبلونه أحمر سعب بيبلونه أخضر بيقول للمريد بس ركز كده قدامك أدي شوعة الليزر كده شغال أول مرحلة ده بيشيل الخلايا الخلايا اللي على سطح القرنية اللي احنا بكنا بنشيلها بالطريقة اليدوي قبل كده هوت وبعد كده هوت بيكمل على طول تلقائيا هنا بيصلح حيوة الإفسار إن شكل الليزر شكله اختلف شوية هنا بيصلح الأستجماتيزم حاليا دلوقتي وبعد كده هوت بعد ما بيصلح الأستجماتيزم وأسر النظر الموجودة عند المريض احنا كده خلصنا العملية هنولى عن نور دلوقتي نقول المريض الحطول وقاطر نقوله بتفضل مع السلام احنا كده خلصنا بس هذه العملية نفسية عبارة عن حوالي 30 ثانية 40 ثانية العين اليمين واللي زيها في العين الشمال ونقول لكم نشكرين خلاص بساعة بنلبس عدسة لسقة عاستقلل شوية صغيرين الشكشكة أو الحرقان اللي ممكن المريض يحس بيها لكن أربعة تيام بنشيل للعدسة لسقة دي والعدسة لسقة مش للنظر يعني للحماية بس لطبيعة القرنية وهو تقلل الإحساس بالشكشكة اللي ممكن المريض يحس بيها بعد العمل بنشيلها بعد أربعة تيام وخلاص عظيم هنوحي الشارع واسمعك سؤال اعتقد انه هيسأل عن الليزك عموما الناس لسه معداش ثقافة التفرقة بين الليزك وبين الليزر السطح بالضبط لسه ما ذكروش الحطة دي تعالوا نشوف معنا أنا أختي عن مطن نظرها ضعيف بس هي بتخاف تعمل عملية الليزك بيقولوا ان فيه أضرار علان بعد كده مستقبلا يعني بيقولوا النظر بيركع تاني بس بسرعة أوحش من كده كلام ده صح ولا لا طبعا المشاهد الكريم لاقيهم شوية في سؤال هو نفسه بيسأل عن نفسه هو لبس نوب دار قالك أختي عمتا احنا بنرد علي بنقولك أختك بتلقشي الكلام اللي انت قلته ده كلام صح وغلط في نفس الوقت صح لو أنا اخترت عملية الليزك بعد الفحصات وبعد الفحص الدقيق وبعد ما فحصت العين ولقيت ان القرانية دي ما ينفعلهاش الليزك وانا صممتك كجراح ان انا اجمد قلبي واعمل الليزك ليك فبالتالي او ليها فبالتالي ان العملية هتبقى كويسة مدة ست وشهور سنة ويبتدي النظر يتدهور وساعتي يبقى تدهور أوحش من مأس النظارة هي لبسها وغلط عشان انا لو لقيت الفحصات كويسة وسمكي القرانية كويس وشكلي القرانية كويس وعملت العملية واستخدمت اعلى تكنولوجي موجودة زي الفيمت وليزر ماستخدمتش مشارك خالص وقت العملية وعملت كل حاجة مظبوط وهتلاقي النظر هيبقى ثابت مش هيضعف ولو ضعف زي ما قلنا لسه حالين قبل السؤال ممكن بضعف طبيعي بعد عشر سنين هيضعف نص نمرة مش هتحس بي ويا سيدي لو حسيت بي تلبس بنظرة بالليل او نعمل لك ليزر تاني مش هيحصل حاجة يعني بس سؤال هاني كالعادة سؤال مختلف تعالوا نسمع هنيع فيه رواية مصرية شهيرة للأديب الكبير يحيى حقي زادت شهرتها مع تقدمها كفيلم سينمائي سنة 1968 بطولة شكري سرحان رواية أنديل مهاشم واحدة من أهم الروايات العربية اللي تناولت طبيب العيون في مواجهة خرافات مجتمعية وصلت إلى حد الاعتقاد بفاعلية زيت مصابيح جامع مهاشم في علاج مشاكل الإبصار ورغم مرور حوالي 80 سنة على تاريخ كتابة الرواية سنة 1940 ورغم ما حدث في المجتمع الشرقي والعربي من تنوير ووعي لسه في ثقافات خاطئة بتواجه الأطباء ومعلومات مشوشة وشائعات مع كل تقنية حديثة على المجتمع يترى إيه أبرز المعلومات المغلوطة عن التقنيات الحديثة في طب وجراحات العيون طب أنا ألاقص السؤال الموضوع كده هياخد وقت موضوع كبير إيه أبرز المعلومات المغلوطة اللي بتسمحها دلوقتي عن الليزك والليزر السطحي أولاً فيه ناس كتير يعني بتعتبر أن الليزر الليزك يسيبك من الليزر السطحي قوي أنه هو مش واخد الشعبية زي الليزك الليزك ممكن منتشر أكتر أو مشهور أكتر ناس كتير تقولك أن الليزك ده مثلاً بيأثر على الشبكية أو بيعمل مياه بيضة لأ خلينا واضحين أنا عملت الليزك النهاردة جالي مياه بيضة بعد 20 سنة مش عشان أنا عملت الليزك عشان أنا مكتوب لي هييلي مياه بيضة أنا عملت الليزك وعندي سكر يمأثر على الشبكية مش علشان الليزك هو اللي خلى السكر يأثر على الشبكية لا أول سكر من الأول سواء عملت الليزك أو ما عملتش هيأثر على الشبكية خلاص أنا عملت الليزك وشكل جفوني أو فيه انتفاخات في الجفون ظهرت بعد العملية الكلام ده مش مظبوط حضرتك ما كنتش متعود على شكلك من غير نضارة فلما قلعت النضارة بيبان الترهولات اللي في الجلد فدي إنت مكنش واخد بالك منها مش بسبب الليزك فدول أشهر ثلاث حاجات بنسمعهم خرافات عن الليزر أو الليزك بمعنى صح كالعادة بتبهرني وبتساعدني جدا بحوارك العلم الدقيق جدا وبتمتعنا وأنا بشكرك شكرا جزيلا على أنك أنت بتعطينا من وقتك وبتشرفنا لهذا اللقاء الممتع والحقيقة دايما بتجسد لي ما كتب عن جراحين العيون ريت حاجة مكتوبة هي مش قديمة ده اللي كتبها زميل يعني كتب عن جراحين العيون مضمون رائع جدا أنه هذا هو الجراح الذي يأتمنه الإنسان على أغلى ما عنده على الجوهرتين اللذين أو الذي يرى بهم جمال الدنيا هو في حد ذاته ينبغي أن ننظر له نظرة إعجاز إزاي وهو كل هذه الكام من التوتر والتركيز ويبدو هادئا كعادتي يعني والعجبني جدا وكلام كتير يا كتبه يعني الزميل عزيز لنا والعجبني جدا في تعريخك على هذا الكلام اللي أنت قلت احنا كل كلامك صاحب ساحنا بنستخدمش دلوقتي مشارة فعلا بقتل نستخدم مشارة كلها بقت ليزر من أول إلى آخر العملية دورتنا الله يخليه ضيف العزيزة القيمة العلمية الكبيرة أستاذ الدكرة أحمد عساف أستاذ طب وجراحات الأيوم بكلية طب جماعة عن شمس زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية من الألنر اسم الكبير كان ضيفي فيه واحدة من أهم المواضيع وأكترها أهمية في عالم تصيح الإرسار وهو الليزر السطحي اللي أعتقد أنه لسه ما أخدش حقه من الناحية الثقافية الأعلامية رغم واسع انتشار هذا الموضوع على مستوى تصيح الإبصار في العالم back to the surface أو العودة للسطح الليزر السطحي back to surface ablation أو العودة إلى الليزر السطحي العودة مرة أخرى للليزر السطحي ده شيء مهم جدا وهو ده كان موضوعنا النهار يفهموا كويس جدا لأنه مهم جدا وخليكوا دايما مع الدكتور أهلا بكم من المناطق في الجسم التي لا يعرف عنها الكثيرون معلومات دقيقة يتأخر الكثيرون في الذهاب إلى الاستشارة الطبية المتعلقة بيها ويرعب الكثيرون في أي مرض أو في أي ذكر لها ده ما تتعلق بأمراض خليسة البرستاطة البرستاطة محدش كتير يعرف عنها حاجة كتير من الرجال مش مذاكر فين موقعها مش عارف أعراضها فين البرستاطة من ناحية التشريحية يا جماعة لازم تعرفوا موقعها لازم تعرفوا مكانها بشكل تفصيلي طبعا الجهاز الباولي إحنا عارفين الكيلة وعارفين الحالب وعارفين المسانة تمام انزل بقى كمان ودخل بالضبط ده ما كان تحت المسانة البرستاطة تقع تحت المسانة مباشرة والمسانة الباولية ليه علاقة طبعا بالبرستاطة لأنه ويقع خلف البرستاطة الريكتاب اللي هو الريكتاب اللي هو المستقيم ويخرج من البرستاطة من عمق البرستاطة وطبعا فيه عضلات مهمة جدا تلعب دور مهم تحت البرستاطة البرستاطة هذه الغدة الغريبة اللي بشاكلها قد تكون مسيرة جدا للاستغراب وأيضا أعراضها يعني أعراض مزعجة للغاية هي غدة مرضية أو عندما تمرد ويحدث فيها مرض تضاخم ورم أعراض مزعجة لغاية قد تصل إلى الفشل الكلوي الورم فيها مشكلة مشكلة لأنه كان زمان أورام البرستاطة دي كانت بتقلق جدا جدا المرضى وكان المرضى بيترعبوا منها بشكل كبير وكان يتأخر أحيانا أن المريض طبعا بسبب أنه الأعراض فيك بالنسبة له هو عنده شوية احتمال في البول عنده مش عارف إيه بيروح حمام كتير بيتلخبط أعراض تضاخم البرستاطة مع أعراض سرطان البرستاطة كلمة سرطان البرستاطة كلمة مرعبة لأي رجل وخصوصا عندما يكون هناك تاريخ عائلي في الأسرة بأورام البرستاطة لأن الرجال اللي مذاكرين شوية معلومات طبية عارفين أنه سرطان البرستاطة فيه نسبة أو يعني الجينات والوراثة فيه تلعب دور كبير طب اللي يبقى الاكتشاف مبكر يبقى لازم يكتشف مبكرة والاكتشاف المبكر ده علم مهم جدا في الطب النهاردة أكيد هنمر به النهاردة فيه واحدة من أهم حلقاتنا على الإطلاق لأنها بتتعلق بحالة مرضية قطيرة على الحياة ممكن تكون مميدة لكن ممكن تعدي ولا أي حاجة ضيفي العزيز هو رائد قدير من رواد المسالة المولية بيسعدنا وبيشرفنا جدا ويعني إحنا عندنا ميزة كبيرة جدا على مستوى الأعلام العربي كله إنه ضيفي هو أستاذنا الأستاذ الدكتور حسن شاكل نقدر نقول في العشرين سنة الأخيرة تم استبدال كثير جدا من العملات الجراحية بمناظر البط المناظر لأنها كيان مرتبط بتكنولوجيا مرتبط بالهندازة الطبية فتطورت تطور كبير جدا مرتبط بتكنولوجيا تقدر إن إحنا تخلينا نعمل عملات مماثلة للعملات الجراحية ومضاعفات أقل كلمة الزكية هي مناظر ديها مرونة فيها تكنولوجيا عالية أدت إلى إن المناظر فعلا بقت أقصر قدرة أسهل على الجراح أسهل على المريض قللت فقدان الدم المسالك ناس ما تعرفش تترجم أعرضها ولذلك المناظر أفادت جدا في اكتشاف كثير من حلول للمشاكل العديدة في المسالك البولية مصر من أكثر بلاد العالم في التقدم في جراحات المسالك البولية الأستاذ الدكتور حسن سيد شاكر أستاذ جراحة المسالك البولية جماعة عين شمس زميل جماعة تورونتو وماك جيل بكندا عضو جماعيات جراحة المسالك البولية الأمريكية والأوروبية عضو جماعية التحكم البولي الدولي ضيف العزيز الرائد القدير الأستاذ دكتور حسن سيد شاكر أستاذ جراحات المسالك البولية بكلية طب جماعة عين شمس زميل جماعة تورونتو وماك جيل بكندا عضو جمعيات جراحات المسالك البولية الأمريكية والأوروبية الرائد الكبير في عالم المسالك أهلا بك أستاذ الحقيقة أنا عايزة أبتأ الأول بي الموضوع المخيف يعني أورام البرستاطة الخبيثة هل هي منتشرة؟ هل هي مبكرة السن ولا متأخرة السن؟ هل لازم نقلق منها أول كده زي ما احنا أعلانين من أول الحلقة كده أنا نفسي أعلان فعايزين نفهم البرستاطة أورام البرستاطة الخبيثة هي أكثر الأورام انتشاراً في رجال أكثر أورام الخبيثة انتشاراً في رجال أو قليلا نقول لأن في بعض البلاد زينا ما هيش أكثر أورام الخبيثة هي من أكثر أورام الخبيثة انتشاراً في رجال وبقى في التوجه أن أورام البرستاطة الخبيثة في بلاد زينا كان بالنسبة لنا زمان قليلة يبتدي بفيه توجه إنها بتزيد احنا مش عارفين ليه هي بتزيد عندنا في بلاد زينا أو في منطقة بتاعتنا بس قد يكون بسبب تغير طبيعة الحياة العالم الغربي من زمان جدا وهو عنده انتشار شديد جدا في أورام البرصاتة في مصر كان بالنسبة لنا أورام البرصاتة قليلة لكن في آخر عشر سنين قد يكون بسبب تغير ستايل بتاع حياتنا ابتدت تمتشر بطريقة كبيرة هي بتحصل في سن فوق سن الخمسين سنة عادة قليل جدا ما تحصل قبل سنة خمسين سنة في الأربعينات لكن مع تقدم السن كل ما بتقدم السن كل ما نسبتها بتزيد كثير جدا من الأورام دهية بتعدي في حياة البنية دم وهي موجودة جواه من غير ما يعرف بوجودها والمريض يعيش حياته كلها ويتوفى من شيء آخر وجواه ورمبر الصاتف وفي كثير جدا من الأحيان بتبقى نوع شديد النشاط ويظهر جدا في خلال سنة سنتين فحدوثها طبعا ابتدى يبقى مغلق وبسبب زيادة نسبته وطبعا زي ما احنا قلنا بندور دايما عليه بعد سن خمسين سنة عايز يعني بتبقى لكلاسيكياتنا احنا في الانتران المدسين اسأل حضرتك عن الأسباب يعني هل في حاجة الراجل بيعملها هل هي المسألة ورصية بحتة كلام يعني طبي شوية يخص البطنة أكتر من الجراحة هو احنا ما نعرفش حتى هذه اللحظة إيه اللي بيسبب أورام البرستاطة ما نعرفش كمان مسببات لي يعني مثلا أورام المسانة احنا عارفين مثلا التلوس التدخين بسبب أورام المسانة لكن البرستاطة ما نعرفش الكلام ده لكن نعرف انه طبيعة الحياة أو الستايل بتاع الحياة مؤثر جدا يعني مثلا في العالم الغربي زي ما نقولت عندهم نسبة الإصابة بسرطان البرستاطة أكتر كدير جدا من الشرق الأوسط ما في السيكش والله احنا مش عارفين الصراحة لكن مثلا يعني اليابانين مثلا عندهم تقريبا الورام دوات يكاد يكونون عادة اليابانين اللي هجروا لأمريكا جالهم جدا فهو أكيد هو مرتبط بطريقة المعيشة فإحنا في مصر لأن احنا ابتدت في آخر 20 سنة ابتدنا نتشبه جدا بالغرب في طريقة معاشتنا فابتدت يحصل أن الأورام دي يزيد فإحنا حقيقة ما نعرفش إيه المسببات لكن نعرف انه هو ستايل الحياة بيؤثر جدا فيها الوراثة ليها دور؟ احنا ما شفناش الوراثة ليها دور غير في الناس الأفارقة اللي هجروا أمريكا يعني الأفارقة اللي هجروا أمريكا لقينا أن أورام البرصات الخبيثة المتشرة في عائلات فمعنى كده هو أنه آه أنه أكيد ليه تأثير أنه فيه تغييرات جينية بتحصل أنه فيه تأثير راسي لكن ما هواش واضح جدا بالنسبة لنا مثلا في مصر أو في بلاد أخرى كتير أو في مثلا الجنس القوقازي فهو يعني ما قدرش أقول 100% لو حد والده حصله يبقى هي حصله لكن هو على الأقل اللي هما الأفارقة الهجروا أمريكا هو دوت اللي بيحصل لهم الكلام ده في واحدة من أهم نقاط الحلقة النهاردة لأنه ليه تهمنا جدا إزاي نكتشف أورام البرصات بشكل مبكر الصراحة ده سؤال مهم جدا وللأسف الإجابة عليه هتحبط ناس كتير جدا أورام البرصات الخبيثة ملهاش أي أعراض يعني الناس اللي هي بتكلم عن البول بيبع ضعيف بيقوم النوم كتير بالليل التقطع في البول ده ملهوش علاقة بأورام البرصات الخبيثة ده ليه علاقة بالتضخم الحميد البرصات اللي بيحصل في نفس السن وملهوش علاقة بأورام البرصات الخبيثة بقوة تاني وبكرارها أورام البرصات الخبيثة ملهاش أي أعراض إلا لما تتقدم جدا طب نعرفها زي بالفحص الدوري الفحص الدوري عند الدكتور مفروض إحنا بعد سنة خمسين سنة لازم من ضمن الفحص الدوري أن الدكتور يروح مرة كل المريض يروح مرة كل سنة الدكتور الدكتور بيطلب له حاجة من دلات الأورام اللي هي اسمها PSA PSA ده هي بتقول لنا إذا كان المريض ده محتاج حاجة أكتر من كده ولا لا أكتر من مجرد دلات الأورام دي ولا لا لو PSA طلع مرتفع كنا زمان وحتى هذه اللحظة كثير جدا من زماننا لس بعملوا حكاية دي PSA مرتفع معناها تروح تاخد عينات من البرصات للأسف الكلام دهوت تغير جدا الجهاز اللي فات دهوت ده كان جهاز رانين مغناطيسي رانين مغناطيسي الوقت بقنا من استخدامه استخدام كثير جدا وبقوة في تشخيص أورام برصاتها مبكرة يعني مش أي واحد PSA بتاعها مرتفع أخد له عينات لا ده أنا بروح أم أعمله الأول رانين مغناطيسي هو نوع معين جدا من أنواع اللي رانين مغناطيسي اللي هو اسمه مالت برامترك المرآي والأسف انتشاره محدود جدا لأنه محتاج خبرات طويلة جدا من زماننا تكاتل الأشعة عدد الناس اللي في مصر اللي بيعرفه يورو كويس وليلين جدا هو في العالم كله مش في مصر بس بعد كده هوت بقينا المريض اللي هو بيتشخص أو الامر آي بيقولي أه والله ده في هنا هوت في بقرة لازم تخاف منها بنبتل ناخد له عينات كان زمانة العينات دي عشوية تلوقتي بالجهاز اللي احنا شايفينه ده جهاز ألترا ساونت أو جهاز موجات فوق صوتية بس الجهاز ده هوت في حاجة اسمها اندماج الموجات الفوق صوتية مع الرانين المغناطيسي يعني باخد السيدي بتاع رانين المغناطيسي بحطه على الجهاز ده فلما دكتور الألترا ساونت يشتغل الجهاز بيقول له خد عينة من الحتة دي ورم البرصاتة ده بيبقى جوز يصغير جدا من البرصاتة يعني لو القوضة ديت كلها اعتبرناها البرصاتة ورم البرصاتة ممكن يبقى قد الكوباية دهية فلو أنا أخدت عينات عشوائية ممكن أن المريض جدا يكون عنده ورم خبيس وأنا ما عرفتش أجيبه بالتقنية الحديثة دهية خليتني أقدر أخد العينات فبعد ما بشوف الكلام ده الجهاز ده بيدمج السورطين على بعض يحطون فوق بعض فالدكتور الألترا ساونت بيقدر يقول أنا هاخد من الحتة دي بالظبط وبقى نسبة التشخيص بدل ما كانت عشر اتنشر في المية بقى التسعين في المية يعني دي الصورة هي مدمجة لو بصنا على الصورة اللي تحت المين دي بتقوله بالظبط ياخد خدم الحتة دي في الحتة دي دي بالظبط هتلاقي كمان معلم له في السورطين اللي هم على الشمال هي دي المنطقة اللي انت خايف منها هي دي المنطقة اللي انت تشوفها المنطقة ده هي ما كانتش تبان في الألترا ساونت لوحده عشان كله كنا بناخد عينات عشوية تلوقت لما بندمج السورطين مع بعض يقول لنا المنطقة ده هي بالظبط وبيعلمها بضقة شديدة جدا وشوف الإبرة وهي داخلة بتاخد العينات من المنطقة بالظبط عشان كده هو بقى الناس بدلا ما عدنا ناخد عينات ولو انت مفاكش حاجة والرجل يفضل البي اس اي بتاعه يعلى ونجيبه تاني ناخد العينات تالت ورابع وخامس وانا الآن من الحكاية ده لأ تلوقتي بجيبه مرة واحدة بناخد العينات بتابقى نسبة تشخيص عالية جدا عظيم يبقى احنا مش فهمنا دلوقتي البي اس اي اي ده اول خطو بعد كده الامر اي بعد كده نعمل الجهاز الذي يدمج الامر اي رانين المنطقة بيه الالترا ساوند الذي يحدد بدقة انا دخل ااخد العينات من فيك بالظبط ده حاجة رائعة موجود عندنا موجود عندنا ما شاء الله ده حاجة عظيمة جدا طيب ايه الاساليب الحديثة دلوقتي في العلاقة اللي حصل ده هو في الالترا ساوند والامر اي او اللي هو الرانين المغراطيسي اغير مفاهيم العلاج تماما احنا كان عندنا كل العينين ده همت كنا كلهم لازم نعملهم استلصال جازي للبرستاطة لو كان الورم لسه في البرستاطة لو كان متشر في جسمه نعمله علاج هرموني او علاج هرموني مع شعي حسب او في يوم الراحل متأخرة او علاج كيميائي لا التلوقتي تبقى الموضوع غير كده نفهم ان اورم برستاطة مش لازم تبقى في البرستاطة كلها دي ممكن تبقى في بقرة واحدة فعشان كده هو ابتدنا نفكر تفكيرات مختلفة طب لو هي بقرة صغيرة لو بقرة قد الكوباية دي فالقوضة دي كلها انا احرق القوضة كلها ليه او اكسر القوضة كلها ليه ما احرق الحتة دي بس فابتدأ يطلع علاجات جديدة حاجة اسمها العلاج البقري او العلاج الموضوعي ان المنطقة دي بس هي اللي اخلص عليها وهو دهوت بيعتمد جدا على اللي احنا شفناه في الصورة قبل كده العلاج الموضوعي ده هو الكارتون ده بيوريك انه هو بيتم بالدمج ما بين الصورتين في العيان من غير ما خالص لا افتح ولا اعمل اي حاجة خالص ده هو انا شايف البرستاطة كويس جدا ده اللي هو جهاز الالتراساوند وهو داخل عن طريق الشارج بيشوف البرستاطة بيقوله بالظبط ياخد العينات منين او اسف بيقوله اعالج اني الحتة بالظبط معتمد على العينات قبل كده فيه اللي عليها السهم اللي هوتلي في الحتة اللي مين ده اللي هو اللي زر وهو داخل في الحتة المعينة دي بالظبط عشان يخلص عليها طبعا دي العلاج في قضة العمليات المريض لا فيه فتح ولا اي حاجة خالص الجهاز احنا ده حددنا مكان البقرة بالظبط هتلاقي فيه كده اللي هو الجهاز بتاع الالتراساوند اللي بيعمل الدمج على ايدك الشمال ودي عبارة النوع الاجهزة وهي دخلها على الورم بالذات اللي تخلص عليه وتحرقه تماما او تفنيه تماما دي الصور اللي حم نشوفها بعد ما حصل الدمج ما بين الالتراساوند والفيوجن او الامر اي او الورانين المغناطيسي ودي الاماكد اللي انا بعالج فيها بالظبط يعني هي دي الحتة اللي هشتغل فيها ودي الحتة اللي حط فيها الليزر بتاعي او ريديو فريكنسي او الحاجة اللي انا بستخدمها عشان اخلص الحتة دي بالظبط ما بوصل برصاتة كلها ما عيرتش عيان لعملية كبيرة جدا طالما ان العيان عنده بقرة واحدة فالبقرة ده هي تبقى اقدر ان انا اخلص عليها زي من شوف القضة العمليات رغم ان هي عمليات بسيطة جدا العيان بيخرج في نفس اليوم يوميا بالليل بيبقى عاد في بيته ولكن التجهيزات بتاعتها مفتفعة جدا التجهيزات دي هي عشان اقدر اوصل للبقرة دي وما غلطش واسيب بقرة تانية او ما غلطش ان انا عالك حتة مختلفة خالص ده العلاج الزاكي ده يعني ده علاج هو اسمه علاج البقري لكن جاي من بقرة لكن انا في شايفه ان هو زي يعني الاصدق عليه يعني ده زكي جدا بيدخل على المكان اللي في دوره بظبط كده هو بياخد البقرة دي بالزات يعني زي ما احنا شايفين هنا هو تلوقتي هللاقيه هو تودم جسورتين بعدين دخله بالمكان حط الليزر بالزبط في المكان اللي هشتغل فيه اللي هو معلمه من الاول عشان يخلص عليه خلص وابتدى يبا فيه درسات كثيرة جدا وتوري ان دي نسبة الاشفاء من المرض مقابلة جدا للاستصال الجزري للبرستاطا طالما ان الورم لسه ورم في بقرة واحدة او بقرتين مثلا او على الاقل مثلا مش مواخد اكتر من نص فص من البرستاطا فقدر اشيل نص الفص ده كله فالصراحة سهلت جدا على المريض سهلت جدا على الطبيب في العلاج بالمقارنة المريض ده هوت بيعمل الهواء العملية ده بيخرج بالليل في نفس تاني يوم ينزل شغله عادي خالص لكن كان دايما يجي لنا السؤال في مخينة طب افرد الورم رجعتين افرد بعد شوية اكتشفت بورتين اعيد العلاج تاني اعيد نفس السيكونس من الاول ابتدي باردك بالرنين المغناطيسي ادمجه مع الالترا ساوند اخد العينات اتأكد نديها واروح عامل العلاج ده فبقى ممكن المريض يعيد العلاج ده مرتين ثلاثة في حياته طالما انه هو للصبورة واحدة هذا السويب العلاج رائع جدا بس يعني هيستفيد جدا منه المريض الذي يستمع لنا اللي يتعلم الثقافة دي يتبع على نفسه ما هي مسألة تبدأ عند المريض بما انه الاعراض مفيش لازم هو يتحرك في الاول يعمل البي سي البي سي صح كده صحيح يعني دي اهم بقى ده الكيك اوف بتاع الحركة ده اللي احنا خلاص هنلعب رمية البداية ان انا ادور على البي صح صحيح مين الاوراب اللي ممكن ما يصلحه لاش هذا التقنية هو ورم البرصات زي ما اتفعنا انه هو مش لازم يبقى بورا يعني هو اولا خلينا نبتدي ان تلوقتي احنا حديثا نبتدينا في اخر خمس سنين نقسم ورم البرصات اولا البلصات دي مش كلها مهمة زي ما احنا اتفعنا ان فيه عينين بتعيش وتموت من اسباب اخرى وهو عنده ورم في البرصات ولا يعرف عنه حاجة ده حقيقة اغلب الناس كده لدرجة ان كان فيه دراسة قديمة لقيت ان حوالي خمسين في المية من الناس اللي عدوا سن التمانين سنة عندهم ورم خبيثة في البرصات ده فيه دراسة راحت لابعد من كده كمان ان اللي هيعيش اكتر من كده يعني الصبت باورام البرصاتة ممكن تصل لستين سبين في المية طب الله ما بحصله مش حاجة ليه معنى كده ان اغلب اورام البرصاتة ما هيش اورام مهمة كنا زمان كلمة مهمة عندش الناس تفهمها يعني ايه كلمة هذا الورم رغم الورم خميس مش مهمة مش مهمة لانه هو مش هامله اي حاجة وعادة ان الانسان ده هيعيش حياته عادي خالص هتوفره ولا هينتشر ولا اي حاجة ويفضل في مكانه كده ولا حننعرفش عنه حاجة لما احنا كان عندنا في التمانيات والتسعينات نوع من انواع الفورة ان احنا في اكتشاف اورام البرصاتة بقينا بنعمل كمية عمليات مهولة جدا من الاستثار الجاز بالبرصاتة واكتشافنا بعد شوية الله تمام تقفل العين ده عنده ورم اللي هو من اللي مش هامله حاجة ما بتدناش نفهم طبيعة الاورام دي لف اخر امتن عشر سنين انها مش كل اورام برصاتة زي بعضية في اورام منها غير مهمة فاسبها كده وصاحبه ولا حتى عمل لها العلاج البقري في اورام خلينا نقول بقى ايه يعني ابتدت تتشاء شوية فمنسميها أو قليلة الخطورة دي اللي عمل لها العلاج البقري اللي احنا قلنا عليه في اورام بقى بقى ميديم ريسك او اللي هي متوسطة الخطورة متوسطة الخطورة دي كلها مش حاجات نحن كل دكتور اللي رأي لا ده هو في جداول الجدول ده يحط المريض في عديمة الخطورة قليلة الخطورة متوسطة الخطورة شديدة الخطورة متوسطة الخطورة دي بقى لا دي بقى اللي احنا ندخل فيها في الاستصال الجزي للبروستاطر أما بقى شديدة الخطورة فدي بقى لازم نستخدم لها كل حاجة عندنا يعني أي حاجة في قدينا وفي جوبنا وفي نستخدمها من عين دا لأنه دي الأورام دي عايزة تخلص عليها عايزة تخلص عليها أغلب الأورام هي تقع في يعني وده من الحصن حظينا كلنا إما عديمة الخطورة إما قليلة الخطورة إما تخصوصة الخطورة الأورام دي هي شديدة الخطورة دي قليلة قليلة جدا فمعنى كده إن أغلب المرضى هيتعالجوا يا إما ولا حاجة مش هنعمل أي حاجة خلص يا إما العلاج البقري اللي احنا شفناه دا هو يا إما الاستصال الجزي للبروستاطر استصال الجزي للبروستاطر دا هو التطور جدا بقى الموضوع سهل جدا تلوقتي بقى بنعمله تلوقتي بمناظر البط ما بقاش بقى أن احنا نفتح بطن العيان ونعمله عاملية ضخمة جدا ويعود المريض في المستشفى أسبوع عشر تيام لبقينا نعمل مناظر البط ومناظر البطن تتطورت جدا في آخر خمس عشر سنين فخلت العملية أسهل وأسهل مناظر البطن قفزت بهذه العملية إلى منطقة آمنة جدا كمان ضعيئ يعني دا استكمال الحلقة سابقة عن مناظر البطن يعني الجزء دا برضو مهم قوي لأنه هيورينا عظمة مناظر البطن في تعامل مع الاستصال الجزري جزري يعني كله صحيح مناظر البطن حصلت فيها طفرة كبيرة جدا يعني الطفرة دي ما حصلش فيهم وليلة مناظر البطن زي ما نشايفين نحن نفتحش بطن العين خالص احنا كل الموضوع منعمل فتحات صغيرة جدا حوالي نص سنتي ثلاثة أربعة خمس فتحات كل واحد نص سنتي ومندخل عشان نشوف الأجهزة اللي جوا ومنعمل نفس العملية بتاعة الفتح الجراحي بس من غير ما نفتح خالص ودي طبعا ليها تأثيرات إيجابية جدا زي ما انتشوفين في الصورة دا وزي ما شارحنا في حالات مناظر البطن إنه ما منفتحش بطن العين عدم فتح بطن العين دي لها تأثير إيجابي كويس جدا إن بطن العين ما تتعررش لهواء الغرفة العمليات ما تتعررش الميكروبات ما بيحصلش فتح جراحي بيخلينا كمان الريكوفري بتاع العين سريع جدا في نفس اليوم يوم يتحرك الاتشفاء سريع جدا جدا يقعد يوم يومين في المستشفى ويخرج ما عادش فيه الجرح الكبير لا ما بقاش في الجروح دا خلاص جرح اوبن دا جرح كبير لكن أصبح الجرح حاجة تاني خاصة صغيرة جدا ما بقاش موجود الجروح الكبيرة مناظر البطن زي ما احنا قلنا قبل كده تطورت جدا بقى فيه مناظر سلسية الأبعاد بقى فيها الألات الروبوتية بقى فيها يعني دي مثلا جروح مناظر البطن دا كانت تكون غير مرئية مش بس كده هوت كمان عدم تعرض بطن العيان لجو غرفة العمليات دا بيخلي المريض يعني يتحسن بسرعة كبيرة جدا كمان التكبير بتاع مناظر البطن دا بيخلي فيه دقة كبيرة جدا جدا في ان احنا نعمل عملية دا الفيديو دا هوت بيوري كده هوت احنا ازاي بنعمل العملية بتاعت السجل البروستاطي اول خطوة فيها ان احنا بنشيل الغدل اللينفوية بنشيل الغدل اللينفوية دي حاجة مفروض انها صعبة هنا سهلة جدا شايفين تكبير ضخم جدا تكبير 10-15 مرة بنشيل كل الغدل اللينفوية دا هي بسهولة جدا من غير ما يحصل حاجة وبعد كده من بدخل على البروستاطا ازاي من شايف تكبير ضخم جي كان يقعد في بطن العيان من جوه مفيش مفيش فيها انها مثلا انا دي حاجة مش شايفة او حاجة بعملها عمياني او حاجة زي كده هوت النزيف فيها يكاد يكون منعدمة او فقدان الدم قليل جدا رغم ان المنطقة ده هي منطقة عميقة جدا في القود ومن المناطق اللي هي صعبة الوصول لها ومن المناطق اللي هي بيبقى فيها بيحدث فيها كثيرا جدا نزيف في العمليات التقليدية زي من شايفين نحن نشيلش برساطة بس ده البرساطة بالحواصلات المنوية بالاحبال المنوية من غير ما نكون شايفين عند اللي ورانا المستقيم بنشيل الكلام ده بسهولة جدا بنحافظ على الاعصاب بتاعة الانتصاب ده كل ده بسهولة كبيرة ده نقطة مهمة جدا انه كان يعتقد انه استقصال البرساطة الكامل هيؤدي الى العجز جنسي صحيح دلوقتي بقينا منقدر نحافظ على الاعصاب بتاعة الانتصاب طالما انها مش وصل لها الوراء بعد ما منستقصال البرساطة لازم بقى هنوصل المسانة بمجرى البول هنا التكبير الكبير جدا الالات اللي هي الروبوتية ده هي تخلت الموضوع دهوته بسهل جدا في عميله مش بس كده دي خلت كمان انه المضاعفات اللي بتحصل من الحتة ده هي زي الديق اللي ممكن يحصل زي انه يبقى فيه بول كتير يطلع بتوصيل مجرى البول شلنا بقى خلاص البرساطة فلازم نوصل بقى المسانة بمجرى البول عشان كأنه تيوب واحدة كأنه انبوبة واحدة متصلة لانها خلاص محنا شلنا البرساطة بالمحتوى اللي فيه فهي دي تقع البرساطة يمر منها مجرى البول شلنا جزء من الانبوبة فنوصل بقيت الانبوبة ببعض عشان يستمر التبول يعود الانسان للتبول بعد قد دي تبول طبيعي من يومين لثلاث أسابيع لان كل بني آدم مختلف جدا جدا على الثاني في التئام بتاعه فممكن بعد يومين أشيل الأسطرة ومريض يتبول خالص وممكن لا يتأخر الموضوع لمودي الثلاث أسابيع وطبعا بيعيش عادي بالأسطرة يخرج المستشفى بعدها بتاعة ربع ايام في بعض أحيان يومين يعيش حياته غالص عادي خالص في بعض الناس بالأسطرة ديت من تحت هدومهم مش بينها يروح الشغل بتاعه يعيش حياته العادية خالص من غير أي مشاكل خالص طبعا الضغط اللي هو المرتفع في بطن اللي حنت هلشغل بغيس فالضغط المرتفع دوت كمان بيخلي فقدان دم أقل وأقل كمان بيطغط على الأواعية الدموية ما يخليش يحصل أي نزيف في الموضوع ده ده بالنسبة للناس اللي هم اللي عندهم الأورام موجودة داخل برصاتها ما خرجتش منها في بعض الناس بيكون الاكتشاف الأورام ده هيت متأخر شوية على كده طب هل ده معنى كده ده أن الأمور بقت سيئة؟ لا خالص إحنا عندنا علاجات حديثة ممتازة جداً حتى لو الورى منتشر بره البرصات عندنا علاجات سهلة زي العلاج الهرموني عندنا علاج إشاعي لو إن الموضوع متطور شوية هنعمل علاج إشاعي وهرموني في بعض الأحيان حتى لو علاج إشاعي وهرموني ما نفعش عندنا علاج كيميائي بس العلاج كيميائي هنا في أورام برصاتها أعراضه جانبية أقل كتير جداً من العلاجات الكيميائية الأخرى في الجسم فمعنى كده أن مهما كان المرحلة اللي تم اكتشاف فيها ورمى البرصات اللي عندنا أمل وعندنا الحمد لله تطور كبير جداً يوم عن يوم بيخلي إن فيه دايماً أمل في شفاق هذا المريض بإذن الله عشان نجمل للرجال اللي أكيد بتفرجوا النهاردة هذه الحالة ملاش علاقة بالستات البرصات لا توجد في الست فالرجال اللي بتفرجوا علينا أو زوجاتهم دلوقتي اللي بتفرجوا عشان نجمل لهم النصائح الأساسية حتى يفهموا الطريق الجايدلاينز الطريق واضح محطاته بينا إزاي من أول بي سي إيه لغاية إنه ممكن جداً يكون فيه علاج هرموني المحطات هي إجمالاً بقى الملخص اللي إحنا قلنا هو إحنا أول نصيحة لازم نقولها للرجال بعد سننا خمسين سنة جزء من المتابعة اللي بتعملها سنوياً أو التشاك أب اللي بتعملوا كل سنة اللي هو البي سي بتاعك رغم إحنا في وقت من الوقت كنا نقول لهم متعملوش كده هو لأ تلوقتي رجعنا تاني لأن بقينا نعرف نصنع في الناس بعد ما نعمل البي سي بإذن الله دائماً يطلق أواطي لو أطلع أكثر من المعدل الطبيعي هنمتدي نفكر في الـ MRI لو بعد ما الـ MRI لو الـ MRI قال لنا إن في حاجة إلينا يبهى نعمل اللي هو الدمج ما بين الـ Ultra Sound and MRI وناخد عينات لا قدر الله طرعت إيجابية لو ورم في بقرة نقدر نخلص عليه بالليزر لو ورم أكبر من بقرة يعني واخد جزء كبير من البرستاطا نقدر نعمل له الاستقصال الجذري بمغزير البط لو الورم متشع عن كده هنفكر في علاج هرموني يمكن معاه علاج إشاعي لو ده ما نفعش منفكر في علاج كيميائي الحقيقة شرف كبير لنا زيارتك شرف كبير لنا فعلا وشرف كبير للاعلام كله إنه يخرج صوتك كرائد قدير وأستاذ كبير في عالم المثالك إلى الشعب العربي كله لأن إحنا رواد في المثالك في المنطقة العربية يعني مصر أعتقد إنه في برانش المثالك أي حد بعيد عن بنفسها معنا صح؟ صحيح بلا قد يعني غرور بس المثالك لا يعني فيه برانشات كده محدش يقرب منها في إحنا في المنطقة الشرق خاصة بل في العالم لأنه عدد الحالات على فكرة الموجودة في مصر عدد كبير جدا في العالم فلما نقول إن الجراحين المثالك المصريين من أقور الجراحين في العالم دي مش مجاملة ولا ادعاء ده العالم كله عارفه إحنا عدد الشغل بتاعنا ما شاء الله كتير وده ده الجراحين المصريين يعني قوة شديدة للغاية وكمان عائلة المثالك عائلة تعليمية يعني بيحبوا من أول بقى يعني الرواد الكبار مرورا لغاية وجود طبعا حضرتك أحد الرواد بس يعني أسماء رنانة حتى نسمحها إحنا في عالم البط فأنا متشكد جدا للزيارة طيب العزيز الأستاذ دكتور حسن الشاكر أستاذ جراحات المثالك البولية بكل الطب جماعة عن شمس وزميل جماعة تورنتو مكلبي كانت وعضو جماعة جراحات المثالك البولية الأمريكية والأوروبية والمؤسس المستشفى الشاكر طبعا المستشفى الشهير كان ضيفي فيه الدكتور خليكوا دايما مع الدكتور الأستاذ الدكتور يسري الحميلي أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمد الفقري كلية طب قصر العيني جماعة القاهرة عضو الجماعية الأوروبية لجراح المخوى الأعصاب مدير مستشفى نيورو سباين ضيفي العزيزة الخيمة العلمية المتميزة والاسم الجراحي الكبير أستاذ دكتوريوس الحميلي منورنا فندم وهذه الزيارة نسعت دائما بها الحقيقة نعايز أبدأ بأنه كتير من الناس تتخوف من جراحات العمود الفقري وتخوفها يعني من القديم منطقي كان الناس تعتقد أنه هعمل عملها في العمود الفقري هخرج بمشاكل جمع نتيجة التدخلات الكبيرة الآن ظهر ترمي جراحي ومصطلح طبي مهم جدا اسمه جراحات محدودة التدخل عايز ألقى الدق على المنطقة الحقيقة طبعا فيه مثل بيقول الحاجة هي أم الاختراع لما كان العمود الفقري جراحاته صعبة جراحاته دقيقة جدا حساسة النتائج اللي بيطلع بيها المريض كانت دائما بتبقى دون المستوى هنا يعني انكبى البحث العلمي على أشياء كثيرة جدا استحدثت وعايز أقول إن جراح المخ والعصاب والعمود الفقري هم أكتر الناس اللي استفادوا من التكنولوجي دي حقيقة والمثل الأكبر اللي بسوقه دايما إن احنا أول ناس عملت عملية بريبوت أو الإنسان الآلي وبنسمى إحنا بنستخدم التقنيات الحديثة دي لتطويع هذا المجال الصعب جدا للخروج بنتائج عالية جدا والإجراء عمليات كتير جدا كان من المستحيل إجراءها بالطرق التقليدية فبالتالي ما بقاش مسموح النهاردة إن احنا نشتغل بنفس الإسلوب والنظام والطريقة التقليدية خوف المريض مبرر ويحترم جدا جدا لأن المريض بيخاف ليه إما إنه شاف مريض عمل عملية والنتيجة وحشة جدا جدا أو إنه شاف مريض عنده مشكلة في العمود الفقري وتعرض لعجز بعد عملية والكلام ده موجود في مجتمعنا ودايما بقول برضو لما بتبقى ماشي في الشارع فيه مئة واحد ماشي فيهم اتنين عندهم مشكلة شلل أو ضعف أو انحناء أو تقوص أو ظهره تعبو هتشوف الاتنين دول مش هتشوف التمانية وتسعين وبالتالي العمليات النجحة ما بتتشافش قوي لكن بيتعرف الجراح ده جراح متميز من مرضاه فدايما بقول المريض ما تبصش للأمثلة السيئة بص الأمثلة الجيدة وبص للعينين اللي احنا بنعملهم العمليات وبص للطفرة اللي احنا أحدثناها وادخلناها في مصر من تطور علمي وتكنولوجي ومن تقدم بص النتائجنا في العمليات وعشان كده المريض اللي بيبقى جييني عن طريق مريض عامل عملية هو ده أكثر المرضى اللي بيستفيد لأنه بيسمع الكلام وبيطبق تعليمات بشكل مثالي عايز أقرب يعني ايه محدودة التدخل محدودة التدخل هو أن احنا بنختصر الجراحة الكبيرة جدا اللي كانت فيها حاجات كتير جدا بتدمر التركيب الطبيعي للعمود الفقري لأن انت عشان تعمل عملية في العمود الفقري وتنجح أنت محتاج حاجتين أنك تحقق الأهداف اللي العملية داخلها تعملها لو أنا هشيل غدروف هعمل تثبيت لفقرة هعمل توسيع للقناة العصبية هعمل استقصال لورم محتاج أعمل الحاجات دي كلها من غير ما غير في التركيب الطبيعي للعمود الفقري ومن ثم لما نشوف عملية بالمنظر زي كده هنا الغدروف اهو احنا دخلنا من الفتحات الطبيعية اللي موجودة بين الفقرات وبعضها بآلة صغيرة جدا حجمها أقل من حجم العصب بتاعنا الطبيعي اللي هو واحد من العصب اللي بتشكل الضفيرة العصبية اللي عاملنا عصب اسم عرق الناسة ومن ثم لما بندخل من فتحة زي دي طبيعية موجودة احنا مشناش عظم ما فتحناش حاجة في العمود الفقري وبالتالي ما أحدثناش أي تغير في التركيب الطبيعي للعمود الفقري هنا تبقى الجراحة محدودة التدخل محدودة التدخل في كونها لم تحدث أي تغيير في التركيب الطبيعي كإن عندي غرفة مقفولة وأنا دخلت فتحت بالمفتاح ودخلت عملت اللي أنا عايزه وقفلت الغرفة بالمفتاح طيب العمليات التقليدية كتبار عن إيه إن أنا بهد حيطة وادخل عشان أعمل اللي أنا عايزه أهد حيطة وادخل أعمل وأرجع بقى أبني الحيطة دي هابنيها هل هقدر هل هسيب أسار هل هدمر طبعا والفرق ما بين الاتنين كبير جدا جدا هقف قدام نقطة مهمة الجديد دايما الجراحات محدودة تتدخل فيها جديد طبعا لأن هذا المجال يتطور ويتطور بسرعة والجراح المواكب للتطور ده بتبقى بالنسبة له الموضوع خطوات انت خطوة استبدلت بخطوة بنبني عملية من كذا خطوة بناء على تجارب وخبرات واستحداثات بتطرق على العمليات النهاردة مثلا لما بنوصوك مثال المريض اللي كان عنده هشاشة في الفقرات واتزحلق في الحمام وقعت كسر وبي عادة بيبقى سينه كبير عنده مشاكل في القلب عنده مشاكل كبيرة تدرش تديله حتى إبرة بنج الفقرة انهارت زي كده نتيجة ان المريض ده عنده هشاشة هتعمل ايه؟ علشان تعمل عملية وتثبت الفقرة دي معضلة كبيرة جدا المادة اللي هتثبت بيها هتفلت من مكانها النهاردة بنعمل ايه؟ زي ما انت شايف كده بندخل ببلونة ننفخ الفقرة والفراغ اللي تنفخ ده بنحط فيه مادة اسمنت عصبي بتتصلب في خلال 3 دقايق بتتحول من سائل الى مادة صلبة اعدت تكوين الفقرة دون ان تضع مسامير ولا دعامات ولا شريحة ولا 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 والمرض ده الجميل انه بيعمل عملية دي ببنج موضعي ويقدر يمشي على رجله بعد ما ينزل منعه على طربيسة العمليات فاستبدلت المريض اللي كان هينام في السرير 3 او 4 شهور ويلبس حزام ويدخل يعمل عملية هتستغرق 3 او 4 ساعات وممكن يطلع على الرعاية المركزة بحاجة خطوة بسيطة جدا بمخدر موضعي هنا الفرق ما بين التكنولوجي ومواكبة التكنولوجي والفرق ما بين ان احنا نقف عند الحجر الصامت بتاع زمان طيب وحضرك بتقولي الحكاية دي قدامي قضية مهمة القضية دي عبارة عن 3 طرق 3 طرق بب بنشوف احنا في المجتمع الطبي 3 طرق دول كالآتي فيه ناس لا تتقن جراحات متقدمة في العمود الفقري ويتقن جزء معين وليكن المنظار مثلا وبيطوع كل حاجة لهذا المنظار بيقول ان انا بعمل بيه كل شيء ده طريقة طريق تاني لا يتقن الحداثة ولا يؤمن بالمنظار وعايز يعمل جراحات بالاسلوب التقليد الطريق الثالث اللي هو الطريق القويم اللي هو بيتقن المفروض كل حاجة عايز حدك توضح للقضية دي المريض يعرف ازاي هو قدام مين هي طبعا اهم شيء في الموضوع منظومة المريض الطبيب والمستشفى طبيب من غير مستشفى متطورة متقدمة ولا حاجة وانت تقدر تعرف ازاي اعرف الدكتور ده بيعمل عملياته فين ايه المستشفى اللي بيعمل فيها الامكانات بتاعت المستشفى دي كل مكان الجراح عنده امكانات وتولز يعني ادوات مساعدة كثيرة جدا كل مكان راجل لعيب زي ما بنقول كده يستخدم كل الحاجات دي لتطويع العملية يعني اللي يقدر يستخدم المنظار بطلاقة في العمود الفقري وفي المخ هيقدر يستخدم مع الميكروسكوب هيقدر تستخدم تقنيات الليزر هيقدر يستخدم الجراحات الملاحية كل ده احنا بنتكلم عن حاجة واحدة الاساس فيها ان انا يبقى عندي امكانات اقدر اطوعها للعملية الجراحية ببقى عامل بالزبط زي مصمم الازياء انا افصل فستان بلوزة اميس بشكل كويس جدا يتناسب مع طول ووزن والمريض واحتياجات والفشن والموضة هو ده الفرق مبين واحد حديث وفرق مبين واحد تقليدي ده الفرق مبين واحد الناس بتاخد تجربه وشغله وتعممها وتعمل زيها ما انت مصمم الازياء لما بيعمل قطعة واحدة بيتتقلد وبيتعبل زيها كتير جدا النهاردة الجراح المتبيز بيتقلد يعني انا تلمزتي يجي يقولولي فلان بيعمل فلان بيقولوا انه بيعمل زيك فلان انه بدأ يغير في اسلوب جراحته ده حاجة كويسة جدا حاجة تسعدني ان انا اعمم التجربة المفيدة وابقى مثل يحتزى في المجتمع اللي انا فيه والنهاردة لما المريض بطل كتير جدا من المرضى يحتاجوا انه مسافروا للدول الاوروبية عشان بقت عندنا التكنولوجي والتقدم ده وبنشتغل وبنعمل الكلام اللي بيتعمل في اعرق الدول المتقدمة وبناخد الكلام ده النافس بيه في المؤتمرات خارج مصر النهاردة معظم الاخوة العرب استفادوا كتير جدا من وجود التقنيات دي في مصر السؤال بقى يعني برضو العلمي هل هناك جراحات ما ينفعهاش حالات ما ينفعهاش جراحة محدودة تداخل المفهوم لا يعمم لكن المفهوم يطبق بمعنى ان انا ممكن العملية ككل ما تبقاش كلها محدودة التداخل لكن عندي خطوات لازم تبقى محدودة التداخل الاسلوب والطريقة بتاع الانسان اللي بيستخدم التقنيات الحديثة بيفيد المريض ان ما فادوش في العملية ككل بيفيده في خطوة في خطوتين وزي ما بقول دايما احنا دي كلها عندنا ادوات مساعدة انا هستخدم ايه اه المريض بتاعي محتاج ايه لو المريض بتاعي محتاج كل الحاجات دي مع بعض اعملها له ليه لا ده كده احنا مثلا في فيديو ازاي بندخل بالمنزار لان برضو بعض الناس بيصعب عليها تفهم فكرة انه يدخل عملية غضروف بالمنزار هو مش عارف يعني ايه غضروف مش عارف مكان الغضروف شكله ايه وضعه شكله ايه يعني وعلشان يجي الاستاذ كبير يشرح له ممكن يبقى صعب عليه فاحنا بنساهل على الناس ده الغضروف اللي موجود ما بين الفقرات احنا بنشيله قطع قطع زي ما انت شايف كده بعد ما بنشيل الغضروف ده بنقدر نحط مكان هذا الغضروف وسيلة يقدر المريض ده يعتمد عليها في حياته الوسيلة دي بترجع الفقرات الى مش هنقول سابق ده قبل الاصابة بالانزلاق الغضروفي ولكن بتبقى وسيلة استعاضية الدعامة دي اهو بنحطها ما بين الفقرات عشان تحفظ المسافة ما بين الفقرات الى الوضع الطبيعي والجسم يبدأ يعمل حركة محاكية او مشابهة للحركة الطبيعية اللي بيعملها الغضروف الطبيعي قبل ما يحصل فيه انزلاق وده عم نبدأ بدعامات ومسامير من الخلف مسامير متحركة ما هيش استاتيك يعني تقدر المريض ده يقدر يتحرك نوعا من الحركة الغير ضرة يعني هيتحرك هيقدر يوطي هيقدر يصلي هيقدر يسوق هيقدر يتعامل حتى لو بيلعب كرة وممكن ينزل يلعب كرة بهذا الشكل ما بقناش عندنا مريض فقط حاجة مهمة جدا وهو ده المفهوم المفهوم ان كل حاجة عندنا ربنا عملها لنا غالية جدا قد ما نقدر نحافظ عليها بنحافظ عليها هنا مفهوم الجراحة محدودة التدخل محدودة التدخل الناس بتفهمها وبعض الناس المعادية للحديث ما فيه ناس ما بتعرفش تعملوا ما عندهاش إمكانات وهو كل اللي يمتلكه شقة وبيقعد المريض يتكلم ويعمل وبيروح في أي مستشفى على الأد عشان يوفر في الفلوس فيقول للمريض لا ده المنظر مش هينفع يعمل لك ده أصل الجراحة محدودة التدخل محدودة يعني مش هتعمل كل القطوات بالعكس دي بتعمل الأكتر من الجراحة العادية يعني الخطوات كلها بتتعمل دون أن نحدث أي عطب أو تلف في العمود الفقري هرجع للنقطة المهمة بقى للنقطة الربكة بين عند الناس في نومة ما بيعرفوش يفرقوا بين محدودة التدخل والجراحة الملاحية يعني دي بقى حاجة محتاجين نفهمها للمرضى لأنه أكيد كتير منهم هيجي نتكلموا عن محدودة التدخل وقولي يعني حدودك تعمل لي جراحة ملاحية أو العكس في معظم الجراحات محدودة للتدخل إحنا بنحتاج تقنية الجراحة الملاحية في المعظم اللي لم يكن الأغلب أو الكل ليه الجراحة الملاحية دي هي عبارة عن إيه زي ما شرحت قبل كده هو لو أنت عندك العربية فيها جهاز تتبع ما يسمى بالنفيجيتور وانت بإيدك زرار تدوس عليه تشغله وانت طالع رايح مشوارك هتشغله ولا مش هتشغله أكيد هتشغله خصوصا لو كان الجهاز ده بيديك إحداثات الطريق الخريطة بيديك المرور شكله إيه في المكان ده أو شكله إيه في المكان ده بيديك هتقدر توصل للمكان بتاعك في وقت ديه ولو هتتأخر هتتأخر فين بالزبط وبالتالي أنت معاك الإمكانات دي لو أنت ما بتستخدمهاش يبقى أنت بتضيع فرصة على المريض بتاعك جميلة جدا بالتالي لما حب أعمل جراحة محدودة التدخل يا حبزة لو أنا باستخدم الجراحة الملاحية إلا في حاجات بسيطة جدا لو أنا بعمل تسليق عصب أستخدم المنزار بس لو أنا بعمل حاجة بسيطة جدا في فقرة ممكن أستخدم المنزار فقط دون الاحتياج إلى الجراحة الملاحية زي ما بقول هي برضو إمكانات إحنا هنا بنعمل استقصال غضروب بالمنزار لو أنا معايا الجراحة الملاحية بتطبق لي الصورة الواقعية الحالية اللي أنا شغال فيها على صورة الأشعة بتاعة المريض هتفيدني في إيه؟ إن أنا أتأكد تماماً إن أنا شلت الغضروب بالكامل لم أترك أي شيء وأتأكد تماماً إن أنا عندي فرق ما بين العملية اللي عملتها نتيجة العملية هتبلي في وقتها إنه يبلي شكل وتركيبة العمود الفقري بعد استقصال الغضروف وشكله قبل ما أستقصل الغضروف وهقدر أعرف الفرق ما بين الاتنين وأنا موجود والمريض معايا في طرابيسة العمليات يبقى بالتالي كإن عملت أشعة للمريض ده أتأكد منها إن أنا عملت اللازم في العمليات بتاعتي هنا سؤال زكي الانزلاخ المضروفي عموماً العنقي تحديداً في السؤال هل لابد أن كل انزلاخ المضروفي وعليك بالجراحة؟ لا طبعاً إحنا 85% من الحالات ما بتحتاجش جراحة بس فين بقى المريض اللي بيجيلك بدري المشكلة دي في ملعب المريض اتأخر على ما يجيه قعد لحد ما حصلت مضاعفات قعد لما بقت فيه مشاكل أو بيروح له دكتور غير متخصص أو بيروح له دكتور ويكتفي برجلتة علاج أو مسكنات وما بيعملش أشعات تقول إحنا عندنا إيه فنقدر نعالجه في مرحلة مبكرة لكن عندما يتم تشخيص الغضروف كمرحلة أولى 80 إلى 85% بيتم علاجه وعلاق تحفظي طب المريض اللي جاه بعد المشكلة دي ما حصلت بعد يبقى فيه مضاعفات تنميل في الإيدين ألم بطولة الزراع تنميل في الرجلين ضعف في عضلة إيده بتترعش لما يمسك الكوباية بدأ يحس إن الرجل بتخص لما بيلبس الشراب يلاقي فرق ما بين الرجل دي والرجل دي أو في إيده يحس إن فيه إيد أضعف من التانية فيه ألم بدأ يجي بين الكتفين هنا بقى هتعمل أشعة هتلاقي غضروف طالع ضاغط على الحبل الشوكي مشكلة الغضروف العنقي إن فيه حبل شوكي عصبي هو وصلة الحياة ما بين المخ وما بين الجسم كله في كل الأعصاب بتاعت كل حاجة وواحد يجي يقول لي يا دكتور أنا عندي تنميل في رجلي أقول له فيه غضروف عنقي بعد التشخيص والأشعات معقولة هو الغضروف العنقي يعمل تنميل في الرجل إيه جاب الرجل للرقبة الناس بتنسى إن ده العضو الأساسي اللي جايب كل الهمزة الوصل ما بين المخ والجسم هو الحبل الشوكي العصبي بيمر في الفقرات العنقية الكلام نهاردة في الجراحات محدودة التداخل الجراحة الملاحية الجراحة بالمايكروسكوب الجراحة بالمنظر خلت عمليات الانزلاق الغضروفي العنقي حاجة جميلة جدا جدا وخصوصا لما كمان بيبقى المريض جاي في وقت مبكر ونقدر نشير غضروف ونحط غضروف صناعي هنا بقى المريض بيرجع يعمل كل حاجة كل حاجة كل حاجة وفي خلال ساعات بعد العملية فالتكنولوجي هنا ادينا طفرة كبيرة جدا بدأ المكاتل العملية بتتعامل من الخلف لا بنعملها من قدام بدأ المكاتل العملية فيها جرح كبير وغرز وقوة مفيش غرز خالص بدأ العملية مكان بيتعامل فيها مع غضروف أو اتنين على أكثر تقدير بنقدر نعمل لحد خمس فقرات المريض اللي بيفقدوا الغضروف ما بقتش مشكلة بقى فيه غضروف صناعي بيركب مكانه الغضروف أهم من هذا كله ان المريض ده بيطلع أول ما يفوق البنج يقدر يحرك رأبته آه يقدر يقدر يقف على رجل ويمشي يقدر يقدر يوط ويصلي آه يقدر ما بيحتاجش يلبس حتى رقبة تسند الفقرات لإن احنا مش محتاجين الكلام ده لما بنبص هنا الألات دي مكبرة بشكل كبير جدا يعني لو شوف حجب الفقرات نفسها كبيرة فلما بندخل بندخل بقى آلات دقيقة جدا من فتحة صغيرة قوي كلها آلات مايكروسكوبية بنعمل ايه بنشيل الغضروف وبنعمل مكان زي بيت نحط فيه الغضروف الصناعي علشان يبقى راكب سيكيورد ما نحتاجش بقى نحط رقبة ولا المريض ده لو تانا رقبته هيحصل حاجة ولا الكلام ده والأجمل من هذا كله ان المريض ده بالعملية اللي زي دي حفظنا على الغضروف في الفقرات المجاورة لان انا لما هعمل الغضروف ده واحط غضروف صناعي هيخلي الفقرة دي رجعت تتحرك بـ 85 الى 90% من حركتها الطبيعية وبالتالي مش هيبقى فيه حركة على الفقرات المجاورة زائدة زي ما هيبقى في الجراحات التقليدية وبالتالي المريض ده مش هيعرض الفقرة اللي اتعمل فيها الغضروف دي مستحيل يرجع فيها الغضروف والفقرات اللي فوقها واللي تحتها كمان انا حامتها بالعملية اللطيفة دي اللي انا حطت فيها الغضروف صناعي يركب مكان الغضروف اللي تشال ورجعت المريض ده بيعمل بقى كل حاجة هيوطي يصلي من اول يوم ويزبط في الارض اه هيوطي يصلي هيسوق عربيته هيسوق عربيته هيقعد على المكتب هيعمل كل حاجة وبالتالي احنا هنا العلم خدمنا في هذه الجزئية هنحط حاجة مكان الغضروف اللي بز ومش بس كده ده 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 مش محتاجين بقى ننام ونقعد خايفين ونعمل لا 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 هنعمل عمليتنا وهنخرج نتحرك فورا ونقدر نخرج من المستشفى في نفس اليوم على اكثر تقضيط تاني يوم هنقدر نرجع على شغلنا في غضون اسبوع نبقى عقديم بنشتغل ونعمل كل حاجة ده الجزء القديم او التركيبة القديمة من الغضروف فيه احدث من هذا بكثير جدا ما بنستخدمش فيها مسامير ولا 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 بشكل قضق واكثر حرفية عن زمن كده عظيم عندي بقى سؤال بما ان احنا كلامنا عن عنقى لازم الشارع يسأل عن القطني يعني لازم يسأل عن القطني وخصوصا ان فيه يعني ربكة عند كثير من الناس فيه مفهوم معين رغم ان احنا بنحاول نوضحه بس تعالوا نسمع السؤال عشان نشوفوا الربكة فين بالضبط اسمعوا معنا انا بس كمان عايزة استفسر عن العرق النساء والانزلاق الغضروفي وايه الفرق ما بينهم وعرف امتى لما يجيلي الحاجة دي ده عرق النساء اعرف من ايه لما يجيلي الحاجة دي ده انزلاق الغضروفي وهل كل العمليات لازم فتح وعمليات والكلام ده كله ولا فيه تقنيات احدث بالمنظار والكلام ده الجزء التاني من سؤالك جاوبنا عليه اللي هو الجراحات محدودة للتدخل ضحية الجزء الاول زي من قلت حالك في الثقافة الناس بترتبك مش عارفيني ان الانزلاق الغضروفي ممكن يعبر عن نفسه بسورة تعريق النساء اهو لان هو عرق النساء اسم عرق النساء ده عصب بطول الرجل من الخلف بيبقى مجموعة من الكابلات العصبية المجمعة ممكن انزلاق غضروفي يضغط على واحد من دول فيعمل ألم بطول العصب ممكن اكثر من غضروف او ديء او خشونة يضغط على عصبين منه او تلاتة او على الضفيرة كلها يعمل لنا ألم بطول الرجل اللي بنسميه عرق النساء ومش كل ألم عرق النساء هيبقى معاه انزلاق غضروفي لا ممكن في بعض حالات يبقى فيه ألم في عرق النساء دون ان يكون هناك انزلاق غضروفي فالعرق النساء ده حيات كتير جدا ممكن تسبب له ألم غير نزعب إلى جراحات المخ الغدة النخمية جراحات أورام المخ جراحات محدودة تتدخل هنا بقى مبقيتش رفاهية أكثر منها احتياج أكيد طبعا نحن نتحدث عن نسيج مخي الإصابة فيه تعني أضرار كبيرة جدا مفيش في الجراحة رفاهية الجراح الشاطر عمره ما كان عنده رفاهية لكن هو عامل زي لعب الكرة الماهر هو عايز يحقق أهداف وجول معينة وبالتالي إحنا لما بنعمل عمليات محدودة التدخل ما هيش رفاهية إحنا في المخ بنعمل عمليات محدودة التدخل أبسط المثال أورام الغدى النخمية النهاردة بنعمل عمليات دي كلها بالمنظار عن طريق الأنف مزتها الكبرى إن المريض ده مش هيطلع عيباد في الرعاية المركزة مش هيطلع خايفين من تدهور في درجة الوعي مش هيطلع خايفين إنه ممكن يحصل له نزيب بعد ثلاث ساعات أو أربع ساعات من العملية وبالتالي لإن إحنا ما فتحناش الجمجمة من الأساس إحنا دخلنا عن طريق الأنف بالمنظار شلنا وراء من قلب المخ من قاع الجمجمة دون أن ندخل من أي ثقب حتى في جمجمة المريض يبقى إحنا المخ نفسه لم يتعرض لأي اهتزاز أو أي حاجة تؤثر على وظيفه وبالتالي إحنا هنا بنتكلم عن مش طفرة في مجال العملية بس لأ دي كمان طفرة في النتائج بعد العملية لأن إنت لما بتعمل كمان عملية بالمنظار إنت بتشوف بزوايا 360 درجة كل أبعاد الورم أو الغضروف أو أو وبالتالي ما بقاش عندك احتمالية إنك تسيب جزء هيحتاج المريض يعمل له عملية بعد كده أو إنك إنت هتسيب جزء هيرجع يتكون عليه غضروف مرتجع أو هتسيب جزء في الورم هيرجع يرد على المريض تاني هنا إنت وصلت إلى حد الاستقصال الكامل بمعنى الاستقصال الكامل هل يعني الأدوار الخاصة أو التي ظهرت للتكنولوجيا جعلت الاحتماد على مهارة الجراح أقل أم أكبر بالعكس الجراح اللي بيجري هذه الجراحات لابد أن يكون جراح شاطر جدا 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 ودايما إحنا بتيجي استخدام أو تعلم مثل هذه التقنيات إزاي كان فيه عالم في 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 الطبيعة كلنا عارفينه بيقول نظرية الانتخاب أن الطبيعة بتنتخد يعني بتنتخد يعني لما عندي مية واحد ضعيف فالمية دول عندي مية واحد مية فرد فيهم عشر أقوياء وتسعين ضعيف اللي هيبقى ويتكاثر ويتناسل العشر أقوياء الجراحين اللي بيقدروا يشتغلوا في المجال الحديث ومحدود التدخل لابد أن يكون من أمهر الجراحين اللي بيتكونوا الجراحات التقليدية عشان يصل إلى ما يسمى بالهرم التعليمي قمة الهرم قمة الهرم التعليمي في العمليات إن أنا أوصل إلى إن أنا أبقى ماسترينج يعني بعرف أعمل كل حاجة في التقنيات القديمة التقليدية وأرتقي إن أنا أتعلم الحديث ومن ثم أشتر جراح في العمليات هو الجراح اللي بيستخدم التقنيات الحديثة لأنه يقدر بمنتهى البساطة يعمل التقنيات الغير حديثة والبدائية والبسيطة وعشان يتعلم الحديث لازم يبعارف الحاجات التقليدية دي بطلاقة شديدة جدا فمفهوم الناس اللي بتيجي تقول أنت بتعمل العملية بالمنزار عشان مش عايز تعمل عملية تقليدية هو أنت بتعرف تعمل عمليات تقليدية لا أنا ما بستسهلش أنا باختار الصعب لإني أتقنت الصعب والأصعب فبعمل لك الصعب علي أنا أنا أوي لكن سهل لك أنت أوي 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 ونتيجه أكيد لك أنت أحسن بكتير أوي أوي وإيه اللي ما كانش ده يبقى مصاف وده رقم واحد في الدول المتقدمة حتى لما بتسافر الدول المتقدمة عشان تعمل عملية انزلاغ ودروفي مش كل الدول عندها ناس بتعمل عمليات بالمنزار والمايكروسكوب والجراحة الملاحية والدول المتقدمة مش كل الجراحين فيها ودي معلومة يمكن ناس ما تعرفهاش مش كل الناس فيها بتعمل بالطريقة دي برضو عندهم مشاهير وبرضو عندهم أسماء كبيرة لامعة بتعمل الكلام ده وهي اللي منوت بيها التطور في مثل هذا المجال خلي بالكم من جسمكم خلي بالكم من عمودكم الفقري وما تتحوروش وعرفوا ان الستر الرصيد الستر رصيد يعني كل ما ساعتك هتسوق أسرع كل ما ساعتك هتتتحور تعمل غرز تركب متسكل من غير متاء بتكون يعني وبسرعة عالية ركوب المتسكل في حد الزاته ده تهور يعني المتسكل في حد الزاته فالف رائي ده تهور ده رائي الشخص يعني كل ما هتسحب من رصيدك من الستر ربنا سبحانه وتعالى هتطلق رصيد على حسب أعمالك برضو من الستر كل ما تسحب يعني ولذلك لما تشوفوا بعض الحوادث يعني ده ستر ده كان هيروح ده ستر اهو ده فلت ده عنده رصيد رائع من الستر ده شوف بصده ده 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 يعني اللي واقف بالعربية ده فلت ده برضو نزله رصيد من الستر كل ده رصيد من الستر ما هو فيه مثل بيقول ايه اهو ده لا تلحق ده ده كراحي انتحر ده مش ده 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 تلحق يعني دول كلهم ربنا سترع معاه المعيز دي كله فيه مثل بيقول مش كل مرة تصلم الجره اه بص ده ده يعني ده 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 ما امه ده عياله ده اللي واقف ده اه هو واقف يعيني ولا بي ولا عليه وفجأة خد باله مشي مشي زهان من الحياة بالحاجة عارف انه بص ده هو زعلان من عاجة خبطته برجله دي 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 لوحدها تحتاج الى ان احنا نقف قدام الرضا انت اه ده حقيقة يعني دايما بنقول كل من انت اخدت بالاسباب كل ما ربنا يسر لك الامور ومش يعني الحياة مش همايوني عيب المصرين عندنا احنا شعب زكي جدا شعب لماح شعب قوي لكن عيبنا ان احنا حاجات كتير جدا بناخدها همايوني وانا اعتمد على مظلة السدر فيه اسباب لا بد ان تؤخذ فيه اسباب ربنا بيهيئها لمن يجتهد لمن يجتهد بيساعد كتير جدا وده الحقيقة احنا بنلمسه عايز اقولك ان فيه عمليات جراحية في المخ مثلا وهو الواحد بيشتغلها من كتر ما بتبقى العملية معقدة وصعبة بيبقى في لحظة كده يتمنى انه هو ما كانش يبقى موجود اساسا ليه انت بتشيل بتبقى على عاطقك مسئولية كبيرة جدا لكن بيجي ايه بيجي فرج عظيم جدا من عند ربنا وحقيقة انا بقولش الكلام ده للإعلام انا بقوله فعلا ان لله تعالى الفضل الاكبر والحمد في انه هو بيصنع من الانسان حاجة كويسة اذا اكتهد وانا حقيقة بلمس نعمة ربنا في كل حاجة ربنا الدهالي الحمد لله الحمد لله انت نورتنا وشرفتنا واسعدتنا بهذا الحوار الممتع جدا المتنوع ما بين الحديث في الجراحات محدودة التدخل مرورا بالجراحات الملاحية وذهبنا على الغضروف العقني وعرجنا على الغضروف القطني والنسى ولم ننسى وعطينا لجراحات البخ والغدنا نخمي حقها من العطاء فهرس رائع واداء متميز للغاية واسعدتني سعادة كبيرة شكرا 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 ضيف العزيزة القمر علمية الكبيرة رسول دكتوريوس الحمد كان في الدكتور خليكوا دايما مع الدكتور شكرا شكرا